موسيقى يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعاً يا أهلاً وسهلاً ولأن الأحمال الحقيقة الكروية أو الرياضية بشكل عام جزء مهم جداً 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 في علم التدريب بشكل عام ونحن نحدث عن كرة القدم وبالتالي أصبح كل فرق الدول الممتاز لديها مخطط أحمال وبعض الأندية بتستعين بمخطط أحمال أجنبي محمد صلاح على سبيل المثال لديه مخطط أحمال خاص بيشتغل معه لوحده نفس الوضع كريستيانو رونالدو أتصور ميسي نفس الكلام إبراهيموفيتش نفس الكلام لأن مخطط الأحمال ده هو اللي بيقدر يخليك في أعلى صورة بدنية وقدرة على الأداء وهو اللي يقدر يخلصك من الأحمال الزيادة الأحمال وتخطيط الأحمال هو علم كبير مسألة ما هيش فهلوة أو إن واحد بيخترع بعض التدريبات وينزل ينفذها لا ده علم مقنن بحيث أن مخطط الأحمال بيبقى لديه دقة شديدة جدا في توزيع ساعات التدريب لما بياخد من الكوتش تعليمات عندك ساعة النهاردة أو هو اللي بيقول الكوتش أنا عندي ساعة النهاردة محتاج أعمل ساعة خاصة بالأحمال هو اللي بيحط كل التدريبات الخاصة بالأحمال سواء عايز يرفع حمل أو يحافظ على حمل أو ينزل بالحمل كمان لازم يبقى مفهوم كويس قوي إنه في العلم الحديث مش كل أعضاء الفريق الواحد بياخدوا نفس القدر من الأحمال وده مهم جدا وداعا لأنه مدرب واحد ينزل يشغل الفرقة كلها بنفس السيستم لأنه ببساطة شديدة جدا ببساطة شديدة جدا هناك بعض اللاعبين العضلة بتاعته مش طويل يعني هو إلى حد ما ما هواش طويل القامة وبالتالي العضلة بتاعته بتبقى نسبيا قصيرة شوي هناك بعض اللاعبين العضلة بتاعته وتكوينها العام بيختلف في قوته عن عضلة لاعب آخر وبالتالي هناك قياسات أنا بتكلم على العلم الحديث هناك قياسات بتتعمل على اللاعبين طول العضلات قدرة العضلات والألياف المحيطة بالعضلة والكلام ده كله ومن ثم مخطط الأحمال بيقوم بتوزيع الحمل وفقا للقدرة العضلية بتاعت كل لاعب يجمع دول عشر لاعبين محتاجين لحمل كذا دول كذا دول كذا يعني كده يعني حبيت أقول المقدمة دي لأن النهاردة ضفنا فيه الجدء الثاني من هذه الحلقة ويعتبر أشهر مخطط أحمال ويشتغل عبر سنوات طوال مع المنتخب الوطني كابتن كمال عبد الواحد هو بالمناسبة طبعا والد اللاعب عمر كمال عبد الواحد وبالتالي إن شاء الله هيكون معنا لقاء معاه هنتعرف معاه عن خبايا علم تخطيط الأحمال كيف تتم فترات الراحة من وجهة نظره أعلى اللاعبين قدرة على تحمل الأحمال وكده يعني أمور كثيرة جدا إن شاء الله هندردش فيها مع كابتن كمال عبد الواحد ثم نختتم كعادتنا كل يوم أربعة مع كابتن مصطفى إسماعيل خبرنا التحكيمي الكبير وحوار آخر حول كأس العاد في البداية وكالعادة باقى من آخر الأخبار والمستجدات بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports السؤال بيقول اختار تشكيل منتخب مصر أمام بلجيك يعني نوجة نظرك منتخب مصر أمام بلجيك ما هو التشكيل أقول لكم بعد دقائق قليلة جدا برضو القيمة عشان تتخيل التشكيل لكن خلينا أقول لكم إن في بعض المباريات الدولية الودية لعبت النهاردة يعني نديكم فكرة عن النتاج اللي حصلت لأن في بعض المنتخبات العربية لعبت منتخب السعودية لعب مباراة قوية جدا مع كرواتي وطبعا مودريتش لعب الشوت الثاني من بدايته هذا اللقاء انتهى بفوز كرواتيا 1-0 والهدف جهه في الدقيقة 82 وأنا اتفرجت على المباراة دي كاملة حقيقة يعني كنت حريس قوي قوي جبت القناة السعودية عشان اتفرج على منتخب بعتبره منتخب بلدي أيضا مملكة العربية السعودية هي وطنة الثاني يعني والامارات كذلك طبعا فاتفرجت على الماتش والله منتخب السعودية كان اكثر من رائح ادى اداء متزن ورائع وحاصر كرواتيا بدراوة وضع منهم اهداف لا تضيع وتفرجنا على جمل تيكتيكية رائعة رائعة لو المنتخب السعودي ادى بهذا الشكل في كأس العالم ربما معظم توقعاتنا تذهب ادراج الرياح لان خلينا نكون صراحاء ما كناش حطين السعودية ان هي تعبر دور المجموعات وطبعا مع الامنيات الكبيرة ان كلامنا يكون غلط انت فاهمين فالنهاردة بالشكل اللي تلعبت بيه المباراة لو لعبوا بهذا الشكل وبهذا الاداء وبهذه الجرأة على مرمى المنافس لان الكرواتيا فرقة مش قليلة فرقة كبيرة يعني نظرك انهم بدأوا يحتجوا بدأوا يتعصبوا تكلم عن فرقة بتاعت منتخب كرواتي من كتر ضغط المنتخب السعودي عليهم وضيع اكتر من اربع فرص يا جماعة مؤكدة فرص مؤكدة وجه جون من خطأ كده في الديه 82 لا يدل اطلاقا على سير المباراة حبيت بس اقولكو فيما تعلق بالمنتخب السعودي طبعا السعودية حظاها يمكن مش حلو في القرعة ان هي هتلعب اول مباراة ليها يوم 23 نوفمبر امام ميسي امام الارجنتين طبعا يعني مؤمورية صعبة جدا طبعا نهارده الارجنتين خاضت اخر مباراة تدريبية ودية لها كان امام الامارات اختارت الامارات لانه ماتشها الاول معها السعودية وتقارب الكرة العربية والخليجية طبعا نهارده كان ماتش صعبة اوي على الامارات الحية والكمور الكبير اللي كان موجود نهارده بتفرج على الماتش من اصدقائنا من الامارات شجعوا ميسي تشجيع مش طبيعي يعني طبعا هم مع منتخب بلدهم قد اكيد لكن ميسي كل ما يلمس الكرة هياج في المدرجات والصياح من الاعجاب طبعا اكمل لكم ماتشاتل ودية لتلعبت النهارده تونس كذبت ايران بقيادة كيروش طبعا 2-0 الامارات على ملعبها خسرت من الارجنتين 0-5 مبركة عصيبة جدا انا اتفرجت على هايلايتس بس عمان اتغلبت من المانيا 0-1 و بولندا عمان اتغلبت من المانيا 0-1 و بولندا فازت على تشيلي 1-0 ده فيما يتعلق بالمباراة الودية الدولية اللي تلعبت النهارده او يعني دي اهمها يعني بالنسبة لنا لان فيها المنتخب طبعا السعودي وايضا المنتخب التونسي طيب طبعا اللي حكم مباراة الامارات النهارده و طبعا الارجنتين كابتن الحكم الدولي ابراهيم نور الدين وكان معاه احمد حسام طاها لاين زمان وهي رقم 100 دولية لكابتن احمد حسام طاها بن بريكلو طبعا لانه رقم 100 في التحكيم ده رقم جميل جدا وكان النهارده في حوار ما بين ابراهيم نور الدين وميسي يعني طبعا حاجة تشرفت برضو ان حكمنا ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا جدا يعني طيب نروح بقى لقائمة او يعني كاس العالم و طبعا اول خلينا ناخد القائمة بتاعت المنتخب الوطني عشان اللي عايزي يجاوب على السؤال بتاعنا تشكيل المنتخب حرصة المرمة طبعا محمد الشناوي احمد الشناوي محمد عواد في الدفاع احمد حجازي محمود علاء علي جبر وسامة جلال عمر جابر اكرم توفيق محمد حمدي و حسين السيد وسط الملعب حمدي فتحي محمود حمادة محمد النني امام عشور محمد مجدي افشا احمد زيزو طاهر محمد طاهر محمود تريزيجي محمد صلاح و في الهجوم احمد حسن كوكا مصطفى محمد و مروان حمد ده القائمة بتاعة المنتخب الوطني عشان و انت بتحط طبعا تشكيلك تبقى عارف العناصر اللي موجودة ده تدريب النهاردة منتخب الوطني عايز اقول قائمة المستبعدين كده و انتوا بتتفرجوا على التدريب محمود جاد حسام عبد المجيد خالد صبحي باهر المحمدي عبدالله جمعة مروان عطية عمر السيسي مصطفى زيكو احمد عبدالقادر عمر مرموش احمد ياسر ريان و محمد شريف بالمناسبة بكرة ان شاء الله فيتوريا مدير الفاني المنتخبنا هيعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه طبعا عن المباراة الودية امام طبعا منتخب بلجيك ده على صفحة او صفحة رسمية لاتحاد الكورة المصري وكمان بكرة هيكون تدريب الفراعنة مفتوح لوسائل اعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة فيما يتعلق بتدريب اليوم اللي قدام حضراتكم طبعا في البداية بتبقى فيه فترة احماء طبيعية تجهيز اللاعبين لتلقي الجرعة البدنية المطلوبة يعني مران اشتمل على بعض التحركات داخل ارضية الملعب فيتوريا كان بيوقف التدريب وبيوجه اللاعبة طبعا لقدامك ده كله احماء يعني لكن اكيد الجزء الخاص بالجمل التكتكية يعني جالنا بمعلومات لكن مؤكد مش هزر على الشاشة لانه طبعا دي بتبقى امور سرية خاصة بالكوتش مع اللاعبة لكن هو بعد فترة الاحماء دي بدأ يقسم اللاعبة مجموعات خط الوسط لوحده خط المدافعين لوحده المهاجمين لوحدهم كل واحد بيتدرب على نوعية معينة من التمريرات ومن التزديدات وكلام ده كله وبعدين عمل فقرة مفتوحة لللاعبين كلهم تزديد على المرمى من مختلف الزوايا بلمسة ولمستين وثلاث لمسات ما بين اللاعبين اللي هيسدده يعني على المرمى وتقلق حراس المرمى التلاتة في هذا التدريب بعد كده بدأ يشتغل بعض الجملة التكتيكية المركبة يعني هي المركبة يعني بيشتغل بجملة بتبدأ من خط الدفاع سواء بدأت من الأطراف أو بدأت من العمق إزاي بتتحرك إذا كنا نتحرك من الأطراف وسط الملعب تحركاته لو الكرة ناحية اليمين هيبقى الهاف اليمين فين والناحية التانية فين الباك العكسي إذا تحرك الباك اليمين إلى المنطقة الهجومية الباك الشمال هيكون واقف فين في هذه اللحظة اللاعبة لفسط الملعب الديفندرز رقم ستة دول هيشتغلوا إزاي لما الهاجمة تبقى من ناحية اليمين محمد صلاح حال بيخش الجوة ولا بيطلع على برة ويخش الباك لجوة دي كلها جمل بتشتغل رأس الحربة هيتحرك إزاي نفس الوضع بيتقلب ناحية الشمال لو كان التقدم من جانب الباك الشمال دي طبعا تدريبات حراس المرمى قدام حضراتكم قبل ما يفتح الفقرة الخاصة بالتسديد على المرمى اللي زي ما قلت تقلق فيها جدا محمد الشناوي وطبعا أحمد الشناوي ومحمد عواد طبعا فرص المشاركة في حراس المرمى أكيد هيبقى محمد الشناوي زي ما احنا متعودين مش عايز أقول لكم أنا تصوري الخاص بالتشكيل لكن أكيد نسأل مع مجموعة أخرى من الأسئلة طبعا المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني كابتن ضياء السايد يا أبو كاباتن مساء الأنوار يا جنرال وحشنا يا أبو كابتن والله ربنا يبارك محضرتك يا كابتن ربنا خليك يعني بداياتا مباراة أولا انتم مع كيروش لعبتوا إيه مباراة والدي تتذكر كابتن لا أنا لحقنا نلعب مباراة والدي ما لحقتوش بس لعبتوا كاس العرب تعتبر بطولة يعني آآ آآ طبعا إحنا دخلنا على طول كان بعد عشر تيام ليبيا آآ وبعدين ليبيا وبعد كده روحنا على بطولة العرب بعد كده لعبنا مقشين آآ أنجولا وجابون وبعد كده طلعنا على أفريقيا يعني كله كان لاضي مثل بعضنا آآ كله كان رسمي تقريبا يعني آآ آآ وانا اعتبرنا كاس العرب يعني إلى حد ما بس برضو كانت منتخبات عربية ما لعبناش منتخبات أوروبية يعني لا لا ما كانش فيه معنا ما فيش وقت كان من نلعب تعمل تحديد بالزبط بالزبط آآ وجهة نظرك فيما يتعلق من نحنا بنلعب مع منتخب بحجم منتخب بلجيكا المصنف التاني يعني إيه الفوائد اللي تعود على المنتخب المصري خاصة لا قدر الله لو كانت النتيجة غير جيدة تجاهنا فوائد كتيرة طبعا ولازم نشجع نشجع على أن احنا نلعب مع دارس كتيرة وأقوى منك علشان توصل لحاجات كويسة يعني آآ الاحتكاك القوي ده هو اللي هيخلي الفرقة تبقى آآ بشكل كويس وده متاح لإن إحنا دلوقتي آآ بطريقة قاعد أربع سنين فأرجو أرجو إن إحنا نستغل لكل الأجندات التولية ونستغل لها بتخطيط صح بشكل صح يعني كان مفروض مثلا الأجندة دي مفروض كان يبقى فيه ماتش تاني فلازم نستغل لكل أجندة لإنه اللي بيتقال إنه مشروع أربع سنين فأنت محتاج إنك بتغير في الناس وتخط ناس مم فأنت محتاج تستغل لكل الوديات بشكل كويس جدا مم محترفين حوالي سبعة محترفين بلعبه في دوريات جملة آآ طبعا فأفآ يعني قابلوا الناس دي يعني هتلاقي فيه لعيبة من اللي بتلع في بيتقال سبعة بتاعنا قابلوهم تقريباً مؤكد مؤكد طبعاً في دوري ما فأنت ما نخافش إن إحنا ناخد الخطوة دي ما نفضلش الخوف مش هيخده الخوف التجرب القوية هي اللي هتخدينها نتقدم ونعرف المستوى الحقيقي عشان كده كان فيه تضاربه وكان فيه آآ يعني ما كانش فيه تقدير قوي لإنك إحنا في فترة بتاعاتنا لعبنا كل منتخابات إفريقيا الخوية آآ دي حقيقة كل منتخابات إفريقيا الخوية كلها لعيبة محترفة في ربك مرافو عليك هقولك ذا هقولك مرافو عليك الليستة بتاع كل واحد براها ثلاثة وعشرين كمان محترف بالزبط فده لازم اللعبة بتاعتنا خصوصا لداخلين برضو آآ لسه فيه كم عنصر داخل جديد فيه ناس ما لعبتش فيه ناس ما احتكتش فده أنا بشوف إنها تجربة كويسة وبشوف إن إحنا هنعمل يعني أنا عكس الناس مش شايف إن إحنا هنلعب وحش لا إحنا بقول لا قدر الله لو النتيجة ما طالتش جيدة يعني طيب إنت حيك بتقول إنه إنه إحنا يعني بنعمل ماتشات قوية على أساس إن إحنا نعرف أين نحنه طيب السؤال برضو خلينا نحط أو نحط لقدر الله أو نفترض شيء ما نتمنهوش عشان نبقى عارفين إجاباته يعني لو لا قدر الله النتيجة غير جيدة يعني هل إحنا هنغير اللعيبة مثلا يعني إيه إيه الفائدة الحقيقية لو طلعت النتيجة غير طيبة هتستفاد من الماتش هتستفاد من المواقف الفنية الكتير اللي هو الماتش هتستفاد من الاحتكاك البدني هتستفاد من السرعات هتستفاد لازم تبقى عارف أنت وقف فين الحاجات دي هتفيد اللعيبة بشكل ما تصدرناش إحباط يا كابتن دياء ليه بس لا ما تصدرناش إحباط لو النتيجة مش جيدة احنا عمالين نفرض أنه أنا بقول لقدر الله احنا بقول لقدر الله أنا عارف بس احنا لازم مش هتتعلم إلا ما توقع مش هتتعلم إلا ما تحتكب اللي أقوى منك وهو ده مش هتديد في المستوى إلا اللعيبة المحترفة اللي عندنا زادت في المستوى من الاحتكاك اللي بر من الاحتكاك القوي مش من الاحتكاك الدوري عندنا من الاحتكاك القوي نعم وتشوف التدرج بتاع كل واحد هتلاقيه من دوري لدوري من سنة لسنة بالزيد مش في تطور للعيبة بتاعتنا زا عمل الاحتكاك القوي فإحنا إن شاء الله إن شاء الله هنعمل نتيجة يعني هنعمل مباراك ويسه بلاش هتكلم في النتيجة دي في علم إن شاء الله هنعمل يا رب طبعا نتمنى أكيد بإذن الله يعني أنت لو تتذكر تجربة الكابتن يهاب جلال بما أنه النتيجة لم تكن جيدة الدنيا قامت وما عادتش وفي الآخر الراجل مع اختلاف الأرضية أرضية أساسا بتاعت إهاب ما كانش على أرضيها صلت بمعنى يعني ما كان متاب لوحده وكان جايه وخلافات لا أه لا أه لا إهاب يجي لا إهاب ما يجيش لا ما كانش في الدعم اللي موجود لمدرب أجنبي عمل عقد أربع سنين أه أمور واضحة في اختلاف للظروف في اختلاف كتير جدا جدا للظروف عن وجود كابتن إهاب في الفترة بتاعته ووجود فيتوريا يعني تقصد إنه لقدر بقى هرجع أقول مئة مرة لقدر له عشان اللي بيسمعونا ما يقولش يا عم انت بتفول إحنا كرة ما فيهاش تفويل بنحط دي وبنحط دي لازم لو في مشروحها إيه اللي أنا معرفوش أنا بسمع لو في مشروحها إيه بقى لازم نكمل يبقى لازم نكمل أيا كانت النتيجة لا لو فيه بس أرجو أرجو منهم إنهم يعلنوا المشروح ده واحد من ثلاثة أربعة علشان يحميهم هم إيه يعني إيه كلمة مشروح أنا ديما بسمع مع كلمة مشروح ده يعني إنت النهاردة إنت أم قاله جاي في مشروح مشروح ده بتيجي على منتخب مشروع وحد دوله الهدف هدف واحد اللي حد دوله ده هو كاس العالم في ستة وعشرين هم محانش أتكلم فيه بطولتين إفرخيا محانش أتكلم عنه طب أنت رأيك إيه في الحتة دي؟ لا أنا رأيي إن الموضوع لازم يتهزد هم يتهزد يعني إيه بقى فيه ترابيزة ويتناقش أن النهاردة أول بطولة إفرخيا فاربع وعشرين والتانية خمسة وعشرين مسبور يعني فاضل سنة ونص أو سنة وأكتر من سنة ونص فلازم يبقى فيه اه اه تطور اكيد سنة ونص الرجل هيشتغل واستخدم كل الأجهالات اكيد إن شاء الله يبقى فيهآ تقدم فيه ..المنتخب وفيه ثبات للتشكيل وفي عملية احلال زكان هو بيبغي احلاله تجديد يبقى موجود سنة ونصف كفاية ان احنا نعمل مركز متقدم مركز متقدم مش تاخد البطول حكاية انك تاخد بطولة ما فيش اي مدرب يقولك اه هاخد بطولة ما فيش استحالة في الكرة حد يقولها ولو حد قالها يبقى ده كلام اي كلام بتقول انا هادي اداء واوصل لابعد مكان وصلنا اخدنا البطولة يبقى ده حاجة زي الفل الحمد لله او تتحط في المشروع يبقى تدخل فيه احلال والتجديد طب احلال وتجديد ستة وعشرين يبقى احنا هنبتد نبص انا وكابت المتحد والناس التانية انت بتاخد اعمار ايه اللي هي سنة ستة وعشرين هتبقى عندها كام وهتلعب ايه هنبقى تبقى الامور واضحة انا بقول ده للمشروع اذا كان فيتوريا عنده مشروع يعلنوا امم اذا كانت هدقول هو اللي عنده مشروع يعلنوا ليه امم ده هيحميهم هم وانتوا كاعلام هتوقفوا معاهم طبعا هتقصنعوا او هتناقشوا البنوت امم وكلنا نقف علشان اه لا يا جماعة ده في حاجة واضحة ايه امم ده يحمي المدرب امم انت عارف عندنا النقاشات على الله ايه دخل ولا ايه ما دخلش امم امم وده يحمي المدرب ويحمي الاتحاد ده اذا كان هم عايزين يعملوا لازم طالما بتقول كلمة دي لازم توضحها لازم توضحها لازم توضحها لازم تتحط على الشاشة في بنود امم البنود دي تبقى واضحة امم وبعدين انا اتمنى ان الاتحاد هو اللي اعمل ده لانه الاتحاد محتاج كنان تطوير في كل المنتخبات اما انا لسا اكلمك على منتخب الناشئين طب هل انتو لما كان مستر كروش موجود كان المفروض فيه مشروع لا احنا كانت حاجة محددة الراجل جاي ست شهور قدنا في ست شهور لعبنا البطولات أنا أعتقد أنه كان التعاقد معه على كاس العالم وعلى كاس العالم ولما قال كده لكن هو ده اللي كان مكتوب في عقده أنه هو يتأهل لكاس العالم آه طيب منتخب النشئين أكيد أنت طبعا متابع لعبنا ثلاث مباريات ليبيا تونس المغرب في التصفيات المؤهلة طبعا لأمم أفريقيا ومنها إلى كاس العالم يعني وخرجنا هل لك أي رأي في دائرة منتخب النشئين بصك يا ابتل السن ده طول عمره يعني إحنا محققناش في حاجة كبيرة يعني لأنه هو النشئين إحنا دايما لما كنا بندخل وبنلعب في التصفيات لما كانت أفريقيا عادية كنا بنطلع الأول كان قبل من اتحاد الفريق للأتحاد دولي يعمل عملية الكشف على الرسخ دي بتاع السن كاب تيجي الناس من يعني هتلاقي منتخب الدكتور جمال محمد علي ميسكو وطلع مش عارف كابتن علي نبيل ميسكو وطلع برضو من فرق الفريقية كان بيبقى العمار كبير لما جيك كابتن جوهري قال إحنا المرحلة دي عندنا مفيش الأندية ما بتشغلش عليها كوي ما بتشغلش السن بتاعنا اللي هو الطبيعي ما بيبقاش قوي أصاد الأندية فلانت احنا ناخد المرحلة دي فعملية إعدادية يعني أنا منتخب الشباب بتاعي تديت معاه وهو نشئين بس خدت سنة ونص بدخل لعيبة وجيبت لعيبة وبنلعب مكشات ودية وبدروح وبنيجي حد ما جينا شباب واشتراكنا شباب ما بقى المنتخب مؤهل بشكل كبير جدا فعشان السن ده يعني لازم زي ما الأندية والمسابقة نفسها تبقى قوية وتبقى محددة وتبقى الأندية شغالة بشكل قوي لكن السن ده صعب لكن هو كان أسهل المرة دي لأنك انت بعد التقسيم بتاع أطراخيا انت بقيت تلع مع شمال أطراخيا أنا شفت المقشات بكل لعيبة تونس وليبيا والمغرب زينا بالزبط يعني ما فيش حد فيهم كلهم زينا يعني آه دي حقيقة آه فكان المفروض انه المنتخب أنا بشوف انه عدد مقشات الاعداد ما كانش كافية ما كانش كافية بالشكل الكامل ولأن السن ده لازم يلعب مع بعض كتير وما بيقولوا لعبوا سبعتاشر مباراة في سنتين مش كافية سبعتاشر مباراة مش كافية سبعتاشر مباراة محتاجين محتاجين أكتر من كده لكن في النهاية أنا زي ما أنا بقول لك السن ده صعب احنا على المدار زي ما حكيت لك بالزبط التقسيم وحد ما ممسكت يعني انت شايف البشكلة في قطاعات الناشئين في الأندية في المسابقة في المسابقة نفسها شكل المسابقة يعني شكل المسابقة لازم تبقى قوية لازم المسابقة تتغير بشكل قوي الفرق تحتك الولاد صغيرة دي تتعرب لموافر ما تعرضت لاش قبل كده لازم تبقى احتكاكم كتير 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 كمان المجاملات في قطاعات الناشئين في مصر رهيبة كابتن ضياء رهيبة 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 واختيارات حتى المدربين نفسهم بيجيبوا المدربين مش على يعني مع كل الاحترام طبع للجميع لكن يعني لما تيجي تقول الواحد انت مدرب قطاع ناشئين كأنك بتشتمه يعني يعني انت ايه ده مدوديني لا هو احنا عندنا عندنا قصور في عداد المدرب عندنا آآ يعني المدرب لازم الاتحاد يهتمم بالمدرب والاندية تهتمم بالمدرب جدا فترة كنت فيها في قطاع ناشئين في نادي الاهلي نادي الاهلي كان بيجيب آآ كل كل شهرين محاضر من من الفيفا بيقعد يحاضر المدربين نادي الاهلي فده اولا ان الاتحاد يعملها ويشجق والمدربين بدل لانه محدش هيقدر مش كل الناس عندها امكانية تطلع برة آآ لوحدها انا كنت بسافر آآ مرة طلعني النادي الاهلي آآ وداني آآ آآ لكن مش كل مدربين هتقدر المدربين محتاجة برضو انها الناس تديها اهتمام وتعمل لها دورات وده اتحاد الكرة لو عمل لو عمل جاب خبير كل شهر آآ ويبعد يجيب آآ كل شهر يجيب آآ عشرين او تلاتين مدرب آآ ويقسمهم الموضوع ده والفيفا بيساعد في ده على فكرة اتحاد الكرة عمل اللي انت بيقوله ده كابتن من ايام اللي وحرب بالزبط آآ وكان كابتن السياجي رحمة الله عليه كان مشرف عليه انا حضرت الكلام ده آآ آآ وكنت موجود انا كان في احد الفنادق موجود فسط البلد ومحاضرات وكانت حاجة تحفى الفيفا بيساعد في ده وبيبعد المحاضرين بتاهدي كتا آآ وتجيب كل شهر عشرين مدرب يعوضوا اسبوعين وياخدوا حاجات حديثة بزبط بياخدوا شهادة حضور بياخدوا شهادة حضور كده انت هتأه لما المدرب يعلم آآ هيقدر يدي الولد لكن الزبط العملية زمان تقولك لا 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 العملية ما يعني ومجاملات في اختيارات المدربين وفي اختيارات اللعيبة وخد ده وده قريبي وده ابن خالتي طيب اخيرا كابتن ضيا فيما يتعلق بان شاء الله متش بعد بكرة لو انت الكوتش تلعب بأي طريقة اربعة تلاتة تلاتة اربعة اتنين تلاتة واحد اربعة واحد اربعة واحد قولي تلعب بأي طريقة قدام بلجيكا هو الراجل بيلعب اربعة تلاتة تلاتة ما هو اللعب قبل كده بس اللعب يعني فرق مش بلجيكا يعني ما هو هيلعب كده برده انت شايف انا بسألك انت بقى هو الاختلاف الاختلاف مش هيبقى في دي الاختلاف انت هتبتدي منين هتبتدي من قدام قوي ولا هتبتدي من تحت الدائرة ولا هي الاختلاف في الملعب هتبتدي منين تبتدي منين يعني الهجمة تقصد لا بتبتدي تطلع بكرة منين يعني اه بتقابل منين وشكلك في الملعب لازم تدايق مساحات عشان السرعات عشان الاختكاك البدني كل الحاجات دي محتاجة لنكتداء مساحات وده مش معناه انك انت تبقى قاعد تحت لا هقولك هنهاجم وانا هنضايق خرص وان شاء الله هنجيب جوان كمان تقلقش طيب بطريقة 433 حطيلي التشكيل امسا اولا جول كيبر بتعلي محمد الشناوي بتعلي لا التشكيل ده بقى لا تصور تصور حنا بندردش ده كان سؤال النهاردة للمشاهدين اعتبر نفسك احد المشاهدين لا مش هاعتبروني كده لا ليه ليه تبتحط التصور يعني انت عندك مثلا خط الظهر اكيد احمد حجازي موجود كقلب دفاع صح كده اي لا طلعني والنبي بره تشكيل ده كده والله اه والنبي معنا طيب الوينش وعبد المنعم مش موجودين مين يلعب جنب حجازي اسامة جلال هو في عنده ولا علي جبر ولا محمود علاء محمود علاء اي حد منهم يلعب انت هتعوم يعني ايوه عاوك بعدنا عن التشكيل اي حد يلعب ان شاء الله من الموجودين هيقد ان شاء الله تمام اشكر يا كابتن ضياء اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب معنا طبعا مساعد الحاكم الدولي كابتن احمد حسام طه من الامارات عشان نبارك له على المباراة رقم 100 يا كابتن احمد مسائل انوار ومبروك على رقم 100 ربنا يخليه يا رب يخليه يعني مباركة جميلة جدا يعني من حد انا بحبه جدا والله الله يخليه كابتن احمد رقم 100 دوليا مش كده اه رقم 100 دوليا دي خارج يعني مش محسوب فيها طبعا المباريات اللي تلعبت خارج مصر زي في الدولة التونسي مثلا زي المباريات اللي مش في الاجندة الدولية اه زي المباريات اللي فيها تبادل الحكام بين مصر ودول تانية اتحط فيها المباريات التابعة للكاف تيفا اه فقط لغيرها جميل يا سيدي الفة مبروك اولا يعني الله يبني النهاردة طبعا كنتوا بتحكموا مباراة الامارات والارجنتين وفي حاجة حصلت بينك ومن ميسي يحكيها لنا كده لا هو كان هو هو ميسي طبعا اه يعني كان فيه طبعا حساور كبيرة هنا في الامارات ان هو متواجد طبعا وحتى اللعيبة في المنطقة بالاماراتي يعني ما بيخشوش عليه بعنف عشان الراجل عنده كاس عالم طبعا اه فهو فيه لعبة كده جنبي ففيه لعب من الامارات اه دخل عليه دس على على القدم كابل كامل اه اه فمسي قعد ومسك رجله فهو بيقول لنا هلعب كاس عالم فهو قل له لأ مستقل لأ شعنا كلنا خايفين عليه فكان يعني موقف حصل في الملعب يعني يعني وكأنه بيلومك يعني ما حسبتهاش مثلا فاول ليه او حاجة لا حسبتهاله على طول حسبتهال لوحدها هي اللي حسبت الفاول لوحدها اه يعني هو زي طول بيقولك كدعابة يعني اه يعني وحتى اللعيبة في الامارات قوموه يعني هو كان اجواء احتفالية كل الناس مبسوطة حتى مع ان نتيجة المباراة كانت خمسة ولكن كل الجمهور فرحان بكل جون نتيجة حاجة سبحان الله وانا عرفت وانا اتفرجت على جزء منها الجمهور كان بيشجع الارجنطين في اوقات كتير هم اصلا لبسين تيجرة الارجنطين والكابتن ابراهيم نور الدين جمهور جميل اه اوي طبعا ما فيش اجبل من جمهور الامارات ده جمهور جميل جميل فعلا يعني اه الكابتن ابراهيم نور الدين ما حصلش اي احتجاجات عليه من جانب حد مثلا من لعبة الامارات او الارجنطين خالص والله يا كابتن يعني الحمد لله احنا صرفنا التحكيم المصري ابراهيم كان اداء من عارضة مميز جدا اه الطقم كله سواء البنة كحكم رابع سامي هلال كحكم مساعد ثاني اه لا الحمد لله كان ربنا موفقنا والحمد لله يعني الفريقين بيسلموا علينا وكانت اجواء جميلة جدا يعني ودي فرصة ان انا اقول لحضرتك ان يعني هو التحكيم المصري يعني جيد جدا وعندنا اه تحكيم مميز ولكن هو بس ازمة ثقة بس ايش اكتر اه وانا متأكد ان ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله اللي الدعوة لما اتفضل كاب اعايز ابارك من سلال حضرتك اللي ده محمودة بالرجال اه ممثل مصرش في كاس العالم اي ان شاء الله باذن الله يوصل لابعد نقطة في كاس العالم باذن الله وده انا بعتبره نجاح لتحكيم المصري اه كان نفسنا يبقى ساقم تحكيم كامل بالزبط ولكن ان يبقى في ممثل لنا في كاس العالم دي حاجة تشرفنا كله اه يعني يعني عايز اقولك لما بيبقى عندنا حكام في كاس العالم حتى لو احنا مش موجودين بنبقى متابعينهم بعينينا هيتصرفوا ازاي بيصفروا ازاي اللعبة بتتكلمهم ازاي يعني بيبقى ريحة مصر على الاقل موجودة يعني بالزبط بالزبط كابتن بس انا عايز اقول لحضرتك ان فيه 54 دولة في الاتحاد الافريقي يعني هتلاقي حكام اللي بيمثلوا بلدهم لا يتجاوزوا مثلا ال 14-15 دولة فان مصر تكون موجودة ده بيمثلها حكم مساعد ده شيء كويس كان طبعا اننا تتمنى ان يكون فيه طاقم ولكن يعني الكابتن عصامة فتاح برضو مش مؤثر الحقيقة بيعمل كل اللي يقدر عليه من خلال موقعه في الاتحاد الدولي اه طبعا من خلال موقعه كمان في لجنة الحكام الكاف فان شاء الله باذن الله يكون فيه طاقم تحكيم في 20-26 باذن اخيرا بقى كابتن احمد انت رحتوا الامارات تحكموا هذه المباراة وحكي ما زلت في الامارات هترجعوا ان شاء الله بالسلامة اكيد بكرة السؤال كيف تمت هل هم اختاروكوا بالاسم الاتحاد الاماراتي ولا طلبوا طاقم فانتوا ترشحتوا ترشحتوا ازاي والله كابتن الحقيقة ان هم طلبوا الطاقم بالاسم بالاسم ما شاء الله اه بالاسم فده شيء جميل يعني وده يبين للناس ان هم مش مضطرين يجيبوا حكام المصر بس هم يعني ايمانهم التحكيم المصري والتحكيم المصري جيد نعم وعلى فكرة اللي بيحصل في الدوري المصري بيحصل في كل دوريات العالم ايوه طبعا ازمات ثقة كده بتعدي وبعد كده بتبقى يعني سحابة كده وبتعدي تروح لحال عين اخيرا كمان مرة اخيرا لكابتن احمد بمناسبة ان احنا بنتكلم بنشوف دلوقتي في التحكيم المصري حاجة جديدة انا انا شايفها جميلة من وجهة نظر يعني البعض ينتقدها يعني مسألة انه التدخلات القوية اللي احنا كنا بنشوف باستمرار في ثانية السفارة بتطلع دلوقتي بتعدي تدخلات قوية جدا بدون اي تدخل من الحكم يعني هل دي التعليمات كلاتنبرج يعني قال فيها ايه المنطقة دي يعني اه هو هو يعني خبير اجنبي كلاتنبرج هو شاف ان هو تفرج على كل المباريات شاف ان فيه حاجات يعني بتتحسب ممكن نعلي معيار الفاول شوية فيها اه لكن لكن انا انا شايف يعني ان شاء الله اللي جاي افضل وحركة تشوف اداء افضل ان شاء الله الفترة اللي جاية وعلى فكرة احنا مش عندنا مطش واحد بس في الامارات احنا عندنا مطش تاني محمود البنة اللي حكامه ان شاء الله والله مطش الامارات في الاسباكستان ان شاء الله يوم ساعتاشر اه اوكي وده تطلب برضو بالاس اه بالضبط هو طاقم تحكيم هو كان ابراهيم هيبقى في المباراة الاولى والبنة رابع بعد كده هيبدله واحنا كحكام مساعدين هنلعب المبارتين هتلعبوا المبارتين اه بس ابراهيم اخد اخد ميسي اخد ميسي اسباكستاني هياخد منها ايدي اشكرك قابتن احمد ومرة تانية مبروك على المباراة رقم 100 وان شاء الله وبل المباراة رقم 1000 ان شاء الله الله يخليك قابتن متحط متسكر شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب عندنا طبعا لقاء مع احمد سيد زيزو على هامش تدريب منتخبنا اليوم المعسكر بدأ بشكل كويس جدا بقلنا دلوقتي المعسكر كان على فترتين فترة ست ايام وبعدين ريحنا يوم وبعدين جمل محترفين هنا على الكويت من اول المعسكر كمان حتى اللعبة اللي مشيت كان معسكر جميل واللعبة كلها واخد الموضوع بجد قوي والراجل مهتم جدا بالتفاصيل فمعسكر مبشر جدا ان شاء الله اللي ماتش ان شاء الله يبقى كويس مباراة كبيرة مع منتخب اكيد كبير بيدم مع ناصر بتلعب في احسن اندية في اوروبا الراجل جاي بياخد كل ماتش بجدية كبيرة حتى الماتشين الوديين اللي احنا لعبناه كانوا اخدهم بجد جدا ده تقريبا يبقى اول اختبار حقيقي ممكن قبل اللعبة في الفترة اللي فاتت وان شاء الله احنا مركزين نحاول نطلع بمكاسب كتيرة ان شاء الله في الماتش اكيد اكيد كل واحد الماتشات الكبيرة دي هي اللي بيبين شخصيات المنتخبات الكبيرة يعني فان شاء الله نبقى قد المسئولية ونركز في الماتش ونستمتع بالكورة اللي احنا ممكن نلعبها في حدث زي ده يعني وان شاء الله بإذن الله يبقى ماتش كويس النهاردة طبعا كان فيه تدريب لمنتخب بلجيكا اللي وصل لحظات زملنا احمد المسيري يقول لنا بقى اخر الاخبار ايه في الدوحة وكاس العالم والاجواء العامة مساء الانوار يا احمد اتفضل يا حبيب مساء الانوار كابتن مدحة شالبي برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورس في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية الدوحة وتحديدا من سوق واقف واللي شهد اقبال اقبال غير مسبوء اليوم بعكس اليومين الماضيين حضرت الجماهير العربية بالالاف اليوم لدعم منتخبات بلادها في هذه النسخة والتي تنظمها قطر وتقام لأول مرة في الشرق الاوسط وتنظمها ايضا دولة عربية خلينا اولا كابتن مدحة ان التوافد جاء بسبب ان معظم المنتخبات العربية انها تجاربها الودية المنتخب السعودي زي ما حضرتك ذكرت النهاردة قبل منتخب كرواتيا وانهزم بهدف نظيف ايضا المنتخب التونسي واجه المنتخب الايراني في احد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة وفاز بهدفين نظيفين والمباراة اقيمت فيه سرية تم لرغبة كلا المدربين كارلوس كروش المدير الفني للمنتخب الايراني وجلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي اللي منعوا كل وسائل الاعلام والجماهير ايضا من متابعة هذا اللقاء الودية واكتفى جلال القادري انه هو هيفتح التمرين غدا ان شاء الله لوسائل الاعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة اخر التجارب الودية هتكون غدا ان شاء الله عندما يواجه المنتخب المغربي منتخب جورجية المنتخب المغربي سيتوجه صباح غدا الى الامارات لمواجهة منتخب جورجية ثم يعود مباشرة الى الدوحة استعدادا لمواجهة المنتخب الكروات كابتن متحة يمكن رغم غياب منتخبين من العيار السقيل عن هذه النسخة من بطولة كأس العالم قطر عشرين اتين وعشرين وهما المنتخب المصري والمنتخب الجزائري لكن جمهور المنتخبين الجماهير المصرية والجماهير الجزائرية اتت بالالاف من مصر والجزائر لدعم المنتخبات العربية الاربع المشاركة في هذه النسخة سواء المنتخب القطري البلد المضيف او المنتخب التونسي او المنتخب المغربي او المنتخب السعودي للحقيقة شوفنا النهاردة عشرات الالاف بيتوافدوا على العاصمة القطرية الدوحة يمكن كابتن متحة المنتخب السعودي بيحتل المركز السالس وفق احصائيات الفيفا كاكسر الجماهير شراء للتزاكر بمية ستة واربعين الف تسقرة الاجواء هنا في العاصمة القطرية الدوحة لا حديث يعلو فوق صوت تنظيم بطولة كأس العالم اجواء منديالية اكسر من رأع يمكن دي كانت ابرز الاخبار والكواليس من هنا من سوق واقف من العاصمة القطرية الدوحة والان تعود اليك الكلمة كابتن متحة تتفضل شكرا جزيلا زمننا العزيز احمد المسيري على هذه التغطية طبعا كنا نتمنى اكيد المنتخب الوطني يكون موجود في هذه التظاهرة الكروية الرياضية العظيمة لكن قدر الله وما شاء فعل كنا بنتكلم على بلجيكا اوريكو فيديو يوريك قيمة كرة القدم دائما بنتكلم عليها على مستوى العالم كنت دائما نقول حتى ان في اليفنتات كبيرة زي كاس العالم زي امم اوروبا زي دوري ابطال اوروبا الرؤساء والملوك بيتركوا اجتماعاتهم ويذهبوا الى التلفاز لمتابعة منتخبات بلدهم هذه اهمية كرة القدم اوريكو ملك بلجيكا الملك فليب طبعا هو اللي ياله حضراتكم قبل ما المدير الفني يعلن قائمة الفريق اتعامل هذا الفيلم الوثائقي وزي ما انتو شفتو انو الثلاثة وعشرين لاعب بيترفع شرط بتاعه من البلد بتاعته ممكن مثلا خمس ست لعبة من مدينة معينة بتترفع وبالتالي الشعب الارجواني كله عرف قائمة قبل ما المدير الفني يعمل مؤتمر افكار وابتكارات وحاجة جميلة وراوة وهذه يا كرة القدم يا جماعة دي كرة القدم طيب اخر حاجة في الجزئة دي قبل ما اطلع فاصل النهاردة الحقيقة مجلس الوضراء اصدر قرار رائع جدا ان كل حاملة بطاقة المشجع هيا هيخش مصر دون الرسوم الخاصة بالتأشيرة من السائحين الوافدين لمشاهدة كاس العالم يعني ايه واحد يقول لي وكاس العالم في مصر لا يعني الناس اللي رايحين قطر يتفرجوا وفيه 3-4 يام راحة او حاجة زي كده حابب ينزل يشوف المقاصد السياحية الجميلة في مصر مش هيلقي في اي حتة في العالم احلى من شرم الشيخ واحسن من الغرداء واحلى من اسوان واجمل من لعصر واقول كل الاماكن السحية اللي فيك يا مصر مليانة مقاصد سياحية جميلة كمان حصل تنصيق مع غرفة السياحة مع الفنادق انهم يخفضوا الاسعار هي خطة من خطة الخاصة بتنشيط طبعا السياحة الوافدة الى مصرنا الجميلة قرار بنحي عليه طبعا مجلس الوضراء الموقر ان احنا طبعا امنيتنا يا رب ان شاء الله ان تزداد الحركة السياحية في مصر والناس تيجي وتتفرج خاصة بعد مؤتمر المناخ اللي جي فيه معزن لم يكن كل زعماء العالم من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب وكانوا ممتنين ومبهورين بشرم الشيخ وجمالها مدينة الخضراء الجميلة فان شاء الله يا رب بإذن الله يكون هناك تدفق في هذا الاتجاه تحية ايضا لمجلس الوضراء على هذا القرار نشوف بقى تقرير مع الجالية المصرية في دولة الكويت عن مباراتنا ان شاء الله امام المنتخب البلجيكي ان شاء الله بإذن الرحمن نكسب يعني نقدم عرض جيد أهم حاجة وان شاء الله نطلع بحاجة تفيد المنتخب بإذن الفترة الجاية والله ربنا يوفقهم ونقدم عرض كويس وان شاء الله نبقى في تحسن كل ما نبقى في تحسن والدنيا تمشي ان شاء الله احنا كنا في التدريب وكننا عايزين نتصور معاهم وجينا هنا مخصوص عشان نتصور معاهم ورايحين لهم الجمعة ان شاء الله بالتوفيق ليكو يا رب وانتو نورت الكويت ونورتونا كلنا لا ان شاء الله نعمل نتيجة إجابية بإذن الله محمد صلاح عامل بور للفرقة وجوده النهاردة في الكويت وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة جدا جمهور كمان يبقى عامل إيجابي للمتخب وكمان المتخب طبعا عشان بقى له فترة يعني عايزين بقى يعني نجوف الفترة الجاية في طولة أفريقيا وتعويد الكاس العالم اللي احنا مرح نوش بس ان شاء الله يبقى الفترة الجاية يبقى فيه تقلق ويبقى فيه مجموعة كده مشرفة للينا والجمهير المصريين ان شاء الله بإذن الله بصراحة بعد اللي حصل في المونديال لاحل ما قدرش يتكلم في غير نقطة ان احنا نتمنى ان احنا نزر النهاردة بيوم الجمعة ان شاء الله بصورة كويسة الواحد لما بيفتكد ربطين الجزاء اللي دعوه بصراحة بيزعل جدا ان هو ما بيشاركش بس احنا عايزين نسبة لمستخب بلجيكا ان احنا فعلا قدها وان احنا كنا نستحق ان احنا نصعد وان شاء الله المرة جاي بإذن الله نصعد ان شاء الله تعالى توقعات المباراة هي المباراة تكون من خلال ملحظة تدريب شايف منتخب مصر بالموضوع بجدية وفعلا المدالب واقف يعني واخد المباراة عدمت انها تكون هي فعلا فرصة قوية لاستعداد الفلت مالاوي القادمة وفرصة كمان ان نشوف اللعيبة الجديدة التي تنضم المنتخب بص اولا هي الجالية المصرية اصلا في الكويت جالية كبيرة جدا ومش بس الناس على فكرة المصريين بس هما اللي جايين لمحمد صلاح احنا مثلا هنا في الكويت مثلا ممكن قول 30 جالية منهم مثلا 30 جالية عارفين محمد صلاح مش بس محمد صلاح لو احده فيه لعيبة كتير في المنتخب معروفة اساميهم بالنسبة للجاليات مثلا اللبنانيين السوريين يعني اخواننا وحبابنا اللي هما اصلا عارفين اسامي المنتخب أسام اللعبة في المنتخب والله أول حاجة إحنا كجالية مصرية مقيمة في الكويت إحنا سعداء جدا وعندنا شعور بالفخر لوصول منتخبنا طبعا لأراضي الكويتية طبعا الاستعدادات قائمة على قدم الوساق زي ما بيقولوا إن شاء الله المباراة هتكون يوم الجمعة إحنا كلنا مستعدين لن نتواجد في استاد جابر توقعاتي أنا للمباراة إن شاء الله موس ولا حيجيب جنين إن شاء الله وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري وإن شاء الله هنتابع طبعا مباراة كاس العالم بالهتقام في قطر إن شاء الله يوم الحد لله أغلى بصحابي كلهم إن شاء الله متواجدين في الاستعد إن شاء الله يوم الجمعة وبصفة الرجل زمالكا والرطة طاعت الزمالك كان برضو إن شاء الله متواجد إن شاء الله المولى عز وجل ما نكلمه وعطرت شواء على أسعار التذاكر بس إن شاء الله برضو متواجدين إن شاء الله والله إن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا ونفوز على بلجيك بإذن الله وطبعا هنا مفيش أهلاه ولا زمالكو كله وإيد واحدة لأن انت عارف احنا في غربة هنا فربنا يوفقنا يا رب بإذن الله ونطلع بأداء مشرف وراقي حتى قدام العالم كله وجمهورية مصر العربية مش مصر بس قدام العالم كله والله هو التوقع صعب طبعا الكافة المنتخب بلجيكا طبعا واجهز ودخل واجهز وبالنسبة لنا طبعا تجربة قوية يعني أنا بنلعب فريق أوروبي قوي وفريق مصنف ووصل كاس العالم بس صادح أن بلجيكا بتتفايل بمصر لأن هم برضو لعبونا في 2018 وعملوا وداء قوي بس تجربة قوية طبعا للمنتخب وأتمنى طبعا نحن نحاول إن شاء الله ده منقدر يعني تكون نتيجة مشرفة يعني للمنتخب طبعا الجالية المصرية أكيد أولا جالية كبيرة جدا في دولة الكويت وأكيد كله هيكون حاضر وأصدقائنا الكويت هيكونوا موجودين وزي ما قالوا كل الجاليات العربية اللي موجودة أكيد هكون موجودة وأكيد أيضا الأجانب اللي موجودين هيروحوا وشجعوا بلجيكا خاصة جالية البلجيكية لكن هو في أحد المتحدثين قال إنه طبعا لعبنا آخر مباراة وكنا نتمنى نبقى موجودين في كاس العالم تمام لكن أنا عايز بس أضيف جملة صغيرة إن إحنا عايزين نكون موجودين في كاس العالم بس نظهر بمظهر طيب في كاس العالم يعني إحنا روحنا كاس العالم 2018 في روسيا هل حد فينا كان سعيد بأداء المنتخب في روسيا قولا وحيدا لا نتائج كانت مخيبة للأمال حتى المظهر على أرضية الملعب فأنا مش عايز أفرح إن أنا أروح كاس العالم لا أنا عايز أفرح إن أنا أشوف الأول هنا من خلال المسابقات التأهلية لكاس العالم منتخب قوي بجد منتخب وأنا قاعد كده سان الظهري وفي إيدي كوباية الشاي ولا أهتز إطلاقا ومتأكد من أداء منتخب بلدي هذا لم يحدث حتى مع وصلنا لآخر مباراة في أمم إفريق ومع وصلنا للمباراة النهائية في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وخروجنا بدربات الترجيح هنا وهناك لم يكن الأداء على المستوى المطمئن قولا وحيدا وبالتالي لو كنا روحنا كاس العالم الله أعلم كان يبقى شكلنا إيه فأنا أفضل لمية مرة وقيت ناظري ممكن أكون صحة أو غلط إن أنا مروحش كاس عالم غير وأنا مؤهل إن أنا ألعب أمام الأباطرة في كاس العالم حوار آخر ولكن بعد الفاصل طيب سريعا إلى دولة الكويت الشقيق وزملنا صلاح عقدة يحدثنا عن آخر الأخبار هناك قبل لقاء الجمعة إن شاء الله بين منتخبنا الوطني ومنتخب بلجيكا مساء الأنوار يا صلاح تفضل مساء الخير كابت المتحة مساء الخير لكل مشاهدي متابعي من هنا من مقر رقمت منتخبنا الوطني كواليس اليوم كابت المتحة النهاردة منتخبنا الوطني كانت عنده تدريب الساعة خمسة تدريب حوالي ساعة واربعين دقيقة بدأ بحوالي تلت ساعة تدريبات بدنية ثم عمل تأسيمة مستر روي فيتوريا بين اللاعبين يمكن التأسيمة كان فيها ملامح التشكيل الأساسي للقاء بلجيكا القادم إن شاء الله يمكن الجمعة على ملعب جابر الأحمد خليلولك كابت المتحة في نفس التوقيت الساعة خمسة كانت بلجيكا عندها تدريب على ملعب اليرموكي يمكن منتخب بلجيكا وصل بكامل نجومه يمكن النهاردة أدى التدريب كله للمعادة لكاكو ما تمرنش النهاردة أو ما جاش الملعب التدريب أصلا النهاردة مع الفريق ووضح أنه مصاومش هيشارك بالنسبة كبيرة في ماتش منتخبنا الوطني كابت المتحة بكرا إن شاء الله سيكون في تدريب المتخبنا الوطني الساعة خمسة على ملعب الرئيسي للمباراة وحيسبقه ساعة أربعة وربعة بالضبط مؤتمر صحفي المستر روي فيتوريا المدير الفني وقبله بساعة سيكون الاجتماع التنصيقي للمباراة بين الجهاز الإداري لفريقين على ملعب الرئيسي أيضا للمباراة كابت المتحة تخليل لك بقى الحكام حكام مباراة مصر وبلجيكا أعلن عنهم يعني ممكن جايبينها من الكواليس النهاردة حكم الساحة يكون علي محمود شعبان حكم كويتي هو طائم كله كويت يا كابت المتحة يعني علي محمود شعبان حكم ساحة عبدالهادي العنزي مساعد أول سيد علي مساعد ثاني عمر أشكناني حكم رابع ويكون موجود فار في هذا اللقاء يكون على الفار عبدالله الجمالي ويساعده سعود الشمالي ده طائم التحكم اللي حيقود مباراة مصر وبلجيكا كابتن يمجمع إن شاء الله خلي أقول لك كواليس بقى خلاص يعني فاضل بكرة هو التمنين الخفيف لمنتخبنا الوطني اللعيبة برضو نفس السيستم نفس الموضوع من ساعة ما وصلنا هنا لكويت الأمور مقفولة عليها بشكل كبير جدا يا كابتن متحة نفس الحال بالنسبة للمنتخب بلجيكا تأمين في كل الاتجاهات يمكن النهاردة حصل المرتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قبل المؤتمر يكن ما حضرش المؤتمر النهاردة حضر اتنين اللعيبة من الفريق قبل المؤتمر اجتمع برا المؤتمر مع الصحافة صحافة بلده البلجيكية وتكلموا معايا عن كاس العالم فالراجل برا قال لهم أنا جاي تكلم النهاردة على مباراة ودية مع منتخب مصر لو هتكلموني على كاس العالم أنا مش هكمل فالراجل ما دخلش المؤتمر ونزل على الملعب على طول وترك اتنين اللعيبة من لعبة بلجيكا هما في مؤتمر الصحفي ودخل عن ملعب مرداش تكلم قال لهم أنا جاي تكلم بس على مرات مصر والودية أنا مش جاي تكلم على كاس العالم دي يا كابتن الأجواء اللي حصلت النهاردة هنا في الكويت لو حاوبة كابتن متحدة اي صفصار او اي تعليق طبعا صلاح انت قلت انه من التدريب النهاردة الرئيسي بان ملامح التشكيل لو عندك فكرة عن بعض المراكز المؤكدة او عندك فكرة عن التشكيل من خلال التدريب ممكن تقوله لنا هو كابتن متحد بالتأكيد الشناوي مش هكون فيه خلاف عليه ممكن الرجل بيحاول يسبل التشكيل بقاله فترة مش هكون فيه تعديلات كتير الشناوي وحجازي وعلي جبر اكرم طوفيق امر جبر في نص الملعب بانني طريق حمد هيكون فيه مفضلة ما بين امام عشور وحمدي فتحي اللي قدام ما فيش خلاف عليهم محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد ده التشكيل اللي بد بنسبة 90% النهاردة ما كانش بيبدل فيه كتير يعني كان التبديل ما بين حمدي فتحي ومام عشور التبديلات خفيفة خالص ما كانش بي واضح ان هو مستقر على التشكيل اللي بيلعب به او بيلعب به خلال الفترة اللي فاتت ما بيحبش يعدل كتير ما بيحبش يدخل في تشكيل الفريق بيغير تشكيل الفريق هو بيحاول يسبب التشكيل منتخبنا الواطنة لقد ما يقدر وده اللي قاله كل الناس الموجودة هنا قال الرجل يعني لما بتكلم ايه اجواء التشكيل او ايه رأيكم في التشكيل ايه لا يحصل في التشكيل كل يقول ايه زي ما احنا ما بيش هكون فيه تعديلات كتير خلال مبارات بلجيكا ان شاء الله يعني عمر جابر هيلعب بك شمال ده ده النهاردة اللي احنا شفنا النهاردة احنا حضرنا جزء بسيط من التمرين عشان نلحق تمرين بلجيكا ده اللي احنا شفنا النهاردة بدزبط تسعين في المية ده اللي ممكن يكون موجود الا اذا حصل تغيير بكرة في تمرين بكرة فيه تمرين بقى ملعب الرئيسي ملعب رئيسي يا كابت المتحة كبير جدا ملعب مساحاته واسعة جدا اتراك بتاعه منه يعني بيزيد كمان المساحة بتاعته عن استاد برج العرب ودي ممكن هو عمل له حساب بكرة في تقفلات معينة لانتعرف مساحات الكبيرة دي للفرقة الكبيرة يعني مفيدة لها اكتر من ممكن الموضوع اتصعب علينا لكن هو الراجل شايف بكرة ممكن يغير تكتيكو ممكن يغير تشكيلو ممكن يغير اي حاجة في الملعب لما نشوف قرية الملعب لان حتى المصريين الموجودين هنا بقولوا الملعب صعب جدا الملعب كبير جدا كانوا حضرين الفتاح بتاعه نجوم العالم الجمهير المصريكة حضر الفتاح فبقولوا ان الملعب كبير جدا اتراك بتاعه عن المدرك حتى مساحته بعيدة فتحس ان الملعب مساحاته واسعة جدا فدي ممكن يغير بكرة او يعدل في التشكيل ان شاء الله شكرا يا صلاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا مسألة الملعب كبير هو الملعب القانوني له ثلاث مقاسات طبعا والملعب اكبر مقاس زي استاد القاهرة يعني لكن يبان الملعب كبير لما يبقى اتراك كبير والمدرجات بعيدة وهيوجو ضخمة فيبان الملعب كبير لكن الملعب القانوني معروف طبعا له ثلاث مقاسات رئيسية ملعب كبير ومتوسط وصغير والثلاثة قانونيين واحنا عندنا النموذج بالنسبة لنا استاذ القاهر هو المقاس الأكبر فبالتالي يعني ما فيش مشكلة إطلاقا بإذن الله طيب قبل ما أوريكوا لقاء مع جماهير إنجليز يتحدثوا عن كأس العالم وعن منتخب إنجلترا طبعا من قطر البعض تحدث عن كثرة الإصابات بين نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم وذهبوا إلى أن السبب هو موعد إقامة كأس العالم إنه كأس العالم طبعا جه في وسط الموسم كأس العالم جه في وسط المباريات يعني الجولة تقريبا للـ 12 أو الـ 13 على ما أتذكر أو الـ 14 في إنجلترا وبعدين الناس جوم وهكذا فيه كل بطولات أو كل دوريات العالم طبعا نتعامل في هذا الموعد عشان درجة الحرارة طبعا كان قبل كده بتعمل في الصيف كلكم عارفين لأنه الدوريات بتخلص وخلاص بيبقى فيه فترة ما فيش كورة فبيروح اللعيبة يلعبوا فيه منتخبات بلادهم المرات يتعامل في وسط الموسم عشان درجة الحرارة طبعا في قطر كتاتبة صعبة جدا في الصيف لكن أنا وجهة نظري ومش بس وجهة نظري الواقع بيقول كده هذا كلام غير حقيقي على الإطلاق ولو رجعنا حتى على مدار التاريخ أنا أجيب لكم 3-4 تواريخ هنا قدامي ما كان بيتلعب كسر العالم في الصف وكل حاجة كان فيه إصابات تقيلة أوي 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 فيه منتخبات كسر أديكم أمثلة يعني عشان برضو إيه يبقى كلامنا ماشي مع الحوار يعني في مونديال مثلا 2002 بريس روبير بريس طبعا نجم فرنسا الكبير غاب ولعب زيدان المباراة الأخيرة وهو مصاب بعدما غاب في أول جولتين أسبانيا فقدت حرسها الأساسي كاتيزارس الأرجنتين حرمت من صخرة الدفاع أيالا يعني عصر هذه الكاس لو روحنا مثلا مونديال 2010 قريب شوية بتاع جنوب أفريقيا مايكل بلك نجم النجوم بتاع ألمانيا غاب وقتها ديفيد بيكهم ريو فردنند صخرة الدفاع عن إنجلترا مايكل إسيان عن غانا وما كناش في وسط موسم ولا حاج مونديال 2014 لتلعب في ألمانيا الكنتارا بتاع طبعا ليفر بول غاب عن أسبانيا جندجان ورويس عن ألمانيا فرانك ريبري عن فرنسا فالكاو عن كولومبيا صلاح حتى نجمينة كبير في مونديال 2018 في روسيا غاب عن أول مباراة للإصابة فإذا مسألة إنه إداء البطولة معمولة فسط موسم وده كان غلط ومش عارف إيه للي عايزين يخبطه وخلاص يعني طيب مين الغايبين السنة دي مرضو دي ثقافة لأن إحنا داخلنا كاس عالم مش هيبقى ورانا غيره فلازم عندنا ثقافة كاملة يعني فرنسا طبعا نجم النجوم بالبوكبة طبعا الأسمراني الجميل ده هيغيب طبعا عن منتخب فرنسا وطبعا لعب وسط يوفينتوس قدامنا بولبوكبة بيغيب عن منتخب فرنسا نجولو كانتي لعب وسط شيلسي نفس الوضع بيغيب عن منتخب فرنسا كورينتين توليسو لعب وسط ليون بيغيب كمبينبي بتاع باريس سان جيرمان أيضا بيغيب عن منتخب فرنسا للإصابة إنجلترا ريس جيمس الباك اليمين بتاعة شيلسي مش هيكون موجود بينت شويل الباك الشمال بتاعة شيلسي مش هيكون موجود إميل سميس بتاع وسط أرسنل هيغيب عن منتخب إنجلترا بالنسبة لبرازيل هيغيب كوتينيو طبعا نجم الكبير صانع لعب أسطن فيلا حاليا أرتور لعب وسط ليبربول روبرتو فرمينيو بس ده الأسباب فنية مش إصابة يعني هيغيب لو رحنا لأسبانيا سيرجي روبرتو الباك اليمين بتاع برشلونة للإصابة هيغيب ديفيد ديخية ديفيد ديخية آه أنا مستني الصورة تطلع عشان ما أسبقش بالكلام أنا قلت طبعا سيرجيو روبرتو ودي ديفيد ديخية حارس منشيستر يونايتد أيضا بيغيب أسباس مهاجم سلتافيجو أيضا غايب عن منتخب أسبانيا هذه اللاعب هو سيرجيو راموس نجم النجوم طبعا وحاليا هو مدافع باريس سان جرمان هيغيب عن أسبانيا جيرارد بيكي طبعا ده اعتزل مدافع برشلونة اعتزل البرتغال هيغيب ديجو جوتا بتاع ليفر بول كلنا عارفينه طبعا للإصابة كانت إصابته صعبة قوي وطلع تفتكرونتو محمول على الحمالة بتاعت المصابين وبيدرونيتو مهاجم ولفرهامتون هيغيب أيضا عن البرتغال لكن طبعا كريستيانو موجود وينغيب النهاردة عن التدريب الكلام بيقول أنه عنده ألم في البطن وأنا شايف حاجة نفسية ربما في المكسيك هيغيب جيسوس كورونا لاعب وسط إشبليا ده غايب عن منتخب المكسيك أمريكا مدافع كريستل بلس هيغيب أيضا عن منتخب أمريكا ألمانيا لعب واحد اللي هو فيرنر طبعا مهاجم لايبزيك ده برضو من اللاعبة المهمة جدا هيغيب عن منتخب ألمانيا أنا بقول لكم برضو أقول هو ده ده تيمو فيرنر ده مهاجم لايبزيك ده كان في تشيلسي لو تفتكنوا السنة اللي فاتت بالنسبة للمغرب ودي تهمنا جدا طبعا عمران لوزا لعب واتفورد الإنجليزي هيغيب عن منتخب المغرب عمران لوزا هيغيب آدم مسينة الباك الشمال بتاع أودينيزي هيغيب طارق سودالي مهاجم جينة البلجيكي ده طبعا اللي قدامنا ده آدم مسينة ده الباك الشمال بتاع أودينيزي وطارق أيضا سودالي مهاجم جينة البلجيكي هيغيب وأمين حارس مهاجم مارسيليا هيغيب مش عايز اطول عليكم في المنطقة دي لكن في كل الاحوال حبيت اسرد بعض من النجوم الكبار اللي هيغيبوا بسبب الاصابة يبقى مش موضوع انه كسر عالم بتتلعب فيه يعني منتصف الموس طيب عندنا تقرير عملته الصحفية نوردي طيب ناخد الاول خالد رزق من الدوحة ولقاء مع الجماهير الانجليزية اللي رايح هتشجع منتخب بلدها بالتأكيد مشاهدين طبعا جاء كسر العالمة بتخلوش من اي مكان في دولة كطر كل اماكن السياحية وكل مكان في دولة كطر هو عبارة عن فن زون كبيرة وبالتأكيد بيتواجد عدد كبير من مشجعين من جميع الحق العالم من مختلف المنتخبات المتواجد يعني معانا بعض الجمهور اللي بتجد في دولة كطر بالتأكيد في البداية ارحب بكم على قناة اون تايم سبورتز وبالطبع انتم موجودون هنا للاستمتاع بالبناخ وبالجو بالتأكيد وبالعمل ايضا البلد جميلة هنا هل هي المرة الاولى في كطر؟ نعم المرة الاولى لنا في كطر حدثيني عن الشمس وعن الاجواء هنا اكثر من رائعة ومختلفة عن بلدي وجميلة جدا من اين انتي؟ انا من المملكة المتحدة انجلترا وبالطبع تشجعين منتخب انجلترا بالتأكيد ما يتوقعاتك للمباريات؟ ربما ليس لدي تعليق ولكن انا اثق في فريقي ساسألك لاحقا لانها لا تريد الايجابة منتخب انجلترا سيفوز ومنتخب جيد وسينافس بقوة وتوتح له فرصة الفوز هل تعتقدين ان انجلترا تستطيع ان تفوز بهذه البطولة؟ نعم ستكون لديها فرصة للفوز وماذا عن برازيل والارجنتين؟ نعم ولكن سنقاتل بقوة وماذا عن هاريكين؟ كيف ترين هاريكين في الفريق؟ تيركي لا اعلم في الواقع انتي لا تعرفين لا تعليق الان حدثيني عن قطر وعن عملية التنظيم هنا وعن الكورنيش والممشأ الكورنيش اكثر من رائع يمكن ان اقوم بالسير عليه واستريح قليلا ما هي عدد الصور التي التقطموها هنا مع الاعلام؟ كثير وكثير فصديقنا يأخذ كثير من الصور نعم هو يأخذ كثير من الصور لنا وهذا شيء رائع وجميل منه ويبدو الامور على ما يرام هنا دعني اعرف منك توقعاتك عن المسابقة كأس العالم وكيف تشاهدين منتخب انجلترا وتشجيعك له رائع وبالتالي اعتقد سيكون هناك قليل من الجماهير نظر لبعد المكان ولكن سنشجع فريقنا من ويلز ربما ستة او سبعة الاف مشجع ولكن نحن سنظل هنا ونشاهد وندعم الفريق تستمتعين بالبطولة كله هنا؟ نعم سنظل الاستمتاع والدعم كل الفريق خاصة منتخب انجلترا كيف ترين مجموعة انجلترا؟ أتمنى أن نصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي سيكون شيء رائع وربما نفوز بالبطولة أيضا وبالتالي تمنياتي لمنتخب بانجلترا بالدعاء بالقوة والفوز هل يمكن أن تبعثي برسالة لجمهور قناة أون تايم سبورتز؟ أهلا بكم شكرا على مشاهدتكم هذا الرجل رائع وشكرا سريعا كده عشان داخلين بقى خلاص أجواء كاس العالم أفكركم بسرعة قوي بالمجموعات عشان تعيشوا كمان انتوا التوقعات المجموعة الأولى قطر هولندا السنغال الإكوادور لافتتاح يوم الحد قطر هتلعب الإكوادور في الافتتاح يوم الحد إن شاء الله المجموعة الثانية انجلترا إيران أمريكا ويلز المجموعة الثالثة الأرجنتين المكسيك السعودية بولندا المجموعة الرابعة فرنسا الدينمارك تونس استراليا دي المجموعة الرابعة اللي قدامنا هاي فرنسا الدينمارك تونس استراليا المجموعة الخامسة ألمانيا اسبانيا اليابان كوستاريك ايش انتوا بقى ايه التخيل مين ممكن يسعد عن زين فرقتين طبعا من كل المجموعة زي ما احنا عارفين المجموعة السادسة بلجيكا كرواتيا المغرب كندا مجموعة متوازنة جدا توقعاتي هقولها بكرا إن شاء الله دي المجموعة السادسة المجموعة السابع البرازيل سربيا الكاميرون سويسرا دي المجموعة السابع المجموعة التامنة والاخيرة البرتغال أوروغوي غانا كوريا الجنوبي نروح بقى مع تقرير للصحفية نوردي كاش وهي صحفية من أوروغوي أو باراجوي تتحدث عن منتخبات الخاصة بامريكا الجنوبية دائما كل أحداث لحضراتكم من دولة قطر من الدوحة وخلينا نراحب بصحفية من البراجوي وهي نوردي كاش يعني تكلمنا أكتر عن تفاصيل المنتخبات الأرجنتينية والبرازيلية خاصة أن هي بتقع في دولة بالتأكيد ما بين كلا المنتخبين بقى أو دولتين الأرجنتين والبرازيل وأيضا نعرف منها معلومات أكتر في البداية مرحب بك على خناة أونتايم سبورت أهلا ومرحبا بك في الدوحة وبكل المصريين وسعيدة بوجودي معك على خناة أونتايم سبورت في البداية أريد أن أعرف معلومات عن البرازيل والأرجنتين واستعداداتهم لكأس العالم أعتقد ستكون بطولة كأس عالم صعبة جدا لأن الأرجنتين في حاجة للفوز بهذه البطولة البرازيل فازت بالبطولة كأس العالم خمسة مرات في السابق بالنسبة لي قلبي مع ميسي ميسي يستحق الفوز ببطولة كأس عالم هو 35 عام الآن وربما ستكون آخر بطولة كأس عالم له لأنه بعد خمسة سنوات سيكون عمري أربعين عاما أتمنى قلبي مع الأرجنتين ليس مع البرازيل أنها فازت بالبطولات من قبل ميسي لديه فقط بطولتين مع الأرجنتين الأولى كانت في لندن وبالنسبة للبطولة الثانية ربما لا أتذكرها الآن وبالتالي ميسي في حاجة إلى كأس العالم لأنه يستحق كيف ترين اللاعبين وكتيبة اللاعبين لكل الفريقين؟ لا تستطيع أن تتنبأ بما سيحدث الجميع يأتي في شكل جيد وفي الياقة ثم تحدث إصابات وبالتالي لا يمكن أن تتنبأ بما سيحدث هذا ما أقوله لأنه لا يمكن أن تتنبأ بالمستقبل يمكن أن يكون لديك أفضل لاعب ثم يحدث شيء ما فيصاب اللاعب سواء من الأرجنتين أو ألمانيا أو أو البرازيل لا تستطيع أن تعرف ما سيحدث هذا رأيي هي تتذكر ما حدث في كأس العالم مع نيمار ونعم وحدثت له إصابة وبالتالي بالنسبة لي لا أريد أن أقول صباح الخير قبل أن أعرف ماذا عن فرمينيو وعدم مشاركتي مع منتخب البرازيل في هذه البطولة وهو كما تعلمين صديق لمحمد صلاح أسطورة كرة القدم المصري ما أقول إذا كنت محزوزا أو غير محزوز ليس من السهل لأنه أحيانا سواء المدير الفني يحب هذا اللاعب أم لا ما هي الظروف من الصعب أن تعطي رأيك هنا أنا بالنسبة لي لست متعصبة مثل الجماهير المتعصبة ولكن أنا معتدلة وأتفهم بأن المدير الفني يمكن أن يقول لا لها لعب معين أو يوافق على لعب آخر وبالتالي عندما تلعب فليست هناك صداقة هل قمت بتغطية كأس العالم من قبل؟ لا هذه المرة الأولى لكأس العالم كيف ترين هذه المسابقة وعملية التنظيم هنا واستداد كرة القدم؟ أنا بالأمس فقط حصلت على التصديق وقضيت ثلاثة أسابيع صعبة جدا من أجل الحصول على التصريح الخاص به وبالتالي الأمور كانت تسير ببطء مقارنة وأنا آسف على المقارنة عندما حدث في دبي وفي معرض دبي كل الأمور كانت تسير بسهولة كيف ترين عملية التنظيم والاستداد هنا؟ ربما ما زالوا يعملون إلى الآن والبعض لم ينتهي بعد ربما ثلاثة وأربعة أيام حتى في المكتب هنا والعمل لم تنتهي كل الأمور إلى الآن علينا أن نصبر لثلاثة وأربعة أيام لنرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة لأن الحدث كبير جدا وهام وهناك أساطير كرة القدم علينا الانتظار فترة قصيرة أخرى لنظهر للناس ما يحدث في قطر لأن هناك ما بعض عمليات البطء بعض وعدم الاستعداد بشكل كامل وعلينا انتظار يومين أو ثلاثة مثل المباراة كرة القدم 85 دقيقة وبالتالي كل الأمور تتضح في النهاية من من وجهة نظرك سيفوز بهذه البطولة البرازيل أم الأرجنتين أم آخرين هناك لا تنسى ألمانيا فريق قوي جدا هولندا قوية أيضا البرازيل قوية هناك فرق أخرى واختاري فريق واحد علي الاختيار بالنسبة لي على الأرجنتين من أجل ميسي شكرا جزيلا لك وشكرا لك ومع السلامة ومرحبا من الدوحة قطر إلى كل مشاهدي قناة أون تايم سبورت شكرا لزميلنا طبعا خالد رزي على هذه التقارير المميزة طبعا هي الصحفية قالت مرتين الأرجنتين بالفعل مرتين مرة 86 ودي كانت في المكسيك اللي ذكرتها والمرة التانية 78 في الأرجنتين في الأرجنتين طيب هذا فيما يتعلق طبعا بكاسر العالم أكيد عندنا بكرة إن شاء الله حوار آخر كاسر العالم ما يبدأ يوم الأحد القادم زي ما كلنا عارفين إن شاء الله نروح لأخبارنا العالمي أول خبر عندنا خاص بأول حصص إنجلترا التدريبية بعد الوصول إلى الدوح كان هذا التدريب اليوم الأربعاء بعد الوصول طبعا إلى قطر تدريبات شاهدة عودة كايل ووكر وجيمس مادسون بيحاولوا استعادة اللياقة في أسرع وقت ممكن كان ووكر تعرض للإصابة في عضلة الفاخد يوم 2 أكتوبر اللي فات خلال فوز منشستر سيتي على جاره منشستر يونايتد 6-3 أما إصابة مادسون فديف الرجبة خلال الشوط الأول كان من مباراة لستر أمام ويست هام يونايتد يوم السبت اللي فات طبعا إنجلترا فريق جاره تاوز جيت هيبدأ المشوار في المجموعة التانية يوم 21 نوفمبر بلقاء إيران مع كيروش وبعد كده الولايات المتحدة وويلز يوم 25 و29 نوفمبر على التوالي بيع كرة هدف مارادونا الشهير في إنجلترا بمليوني جنيه استرليني فاكرين كلنا الهدف إياه لما وصفوا بأنها يد الله في ربع نهائي كاس العالم 86 ضد إنجلترا اتبعت الكرة دي بـ 2 مليون جنيه استرليني يا نهراب يد في مزاد علني في لندن النهاردة الأربع النهاردة كان متوقع أن اتباع هذه الكرة أسديكة البيضاء اللون كانت مملوكة من حكم المباراة التونسي علي بن نصر بقيمة 3 مليون جنيه استرليني عندما تم عرضها في مزاد بالمملكة المتحدة منتخب هولندا مرانو الأول في قراءة في قطر هولندا بتعود للمنديال من جديد كان غابت طبعا عن المنديال روسيا 2018 منتخب الهولندي بيعول طبعا على مدافع لفارفول الشهير باندايك للمضي قدما إلى أدوار متقدمة في المنديال طبعا كتيبة المدرب المخضرم لويس فانجال هتفتتح مشوارها في البطولة مواجهة السنغال يوم 21 نوفمبر سادي يوماني مش هيلعب الماتش ده وبعد كده الإكوادور وقطر الدولة المضيفة هم المنافسان الآخران لهولندا في المجموعة الأولى استبعد كريستوفر نكونو من تشكيلة منتخب فرنسا اللي هتشارك في موديال قطر بعد تعرضه لإصابة في الرجبة حظوا بقى الوحش إن الإصابة جت خلال حصة تدريبية أول مبارح على إثر على القارة زميله إدواردو كامافينجا لعب ريال مادريد دي 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 شاء استدعى رندال مواني مهاجم فرانكفورت عوضا عن كريستوفر نكونو منتخب الفرنسي هيستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة استراليا ثم الدنمارك ثم تونس غاب ساديو ماني مجددا عن الحصة التدريبية لأجرها منتخب السنغال في الدوحة مبارح ثلاث استعدادا طبعا لانطلاق المشوار في منديال قطر أمام هولندا زي ما قلت 21 نوفمبر مازال ساديو ماني بيتلقى العلاج في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في العظمة الشزية خلال مبراد فردر بريمن الأسبوع اللي فات سنغال في المجموعة الأولى معاها هولندا والإكوادور وقطر المنتخب المغربي اتضرب مبارح على استاد عبدالله بن خليفة في قطر مدرب المنتخب وليد الركراكي كان أعلن لسبوع اللي فات تشكيلة 26 لعب اللي هتمثل المنتخب في هذه الدورة وبتضم نجمة شيلسي حكيم زياش ونجمة باريس سان جرمان أشرف حكيمي تاجه منتخب المغرب إلى الإمارات يلتقي بكرا إن شاء الله بمنتخب جورجيا آخر مباراة ودية له اللي يفتتح إن شاء الله بلقاء 23 نوفمبر ضد كرواتيا بعد كده هيلتقي بمنتخبي بلجيكا وكندا طبعا بيفتتح المنتخب الإيراني مشاركته طيب ربما عندي خبر أخير خاص بمانشستر يونايتد النهاردة عندهم جدارية حطين فيها كل صور لعبي مانشستر يونايتد النهاردة بتعليمات من إدارة مانشستر يونايتد أزالوا الصورة بتاعة كريستيانو رونالدو طبعا هو جاله الخبر النهاردة ما حضرش تدريب منتخب البرتغال لألام في البطن أنا بقول ده القولون العصبي ده القولون العصبي قولا وحدا لأنه طبعا هو اتورط بالبلد كده في تصريحاته في جارية الأتليتك الأمريكي ودخل شمال في كل عناصر منشستر يونايتد المدير الرياضي وملاك النادي والمدرب بتاعه قال لك أنا ما بحترموش وزي ملاقه في ناس عايزين يوقعون يعني مفيش حد سابه فطبعا النادي أخد خطوات رهيبة ومداله بيبحثه عن عقوبات جديدة ضده وخلاص انتهى الأمر ومش هيلعب بعد كأس العالم في منشستر يونايتد قولا واحدا النهاردة بقى زادت الطين زي ما بيقولوا أزالوا صورته تماما من الجدارية المحطوط فيها كل لعيبة منشستر يونايتد مع الأسف وكريستيان ورنالدو نتمنى نشوفه في صورة جيدة إن شاء الله يا رب مع البرتغال في كأس العرب يلا نشوف بقى راح حضراتكم في التشكيل الأمثل لمنتخبنا الوطني أمام إن شاء الله بلجيك بعد بكرة الساعة خمسة بعد الظهر بتوقيت القاهر محمود سيد يا مساء نور عليك يا جنرال التعليق العربي أتوقع الشناوي حجازي علي جبر محمد حمدي أكرم توفيق طريق حامد محمود حمادة زيزو محمد صلاح مصطفى محمد ترزيجيه واحدة يا ليلة كانت زمن زرقه باقت حمر محمد الشبراوي مساء خير يا جنرال من وجهة نظري التي لقيمة لها على الإطلاق شناوي أكرم حجازي علي جبر محمد حمدي حمدي فتحي إنني صلاح أفشا ترزيجيه مصطفى محمد أحمد حسن مساء خير والسعادة يا جنرال أتوقع يكون محمد الشناوي أكرم حجازي محمود علاء فتوح فتوح مش موجود أساساً منني سلية أفشا صلاح ترزيجيه مصطفى محمد تحياتي لحضرتك من كفر الدوار هزبت صالح خط الكنايس أحلى تحياتي وسامع صامد طهطوي زمالكاوي أهلاً وسهلاً كابتن متحد سؤالي ليك هتشجع مين في كاس العالم وبعدين الشناوي حجازي علي جبر أكرم محمد حمدي حمدي فتحي إمام عشور زيزو صلاح ترزيجيه مصطفى محمد بحبك كابتن متحد حبيبي يا وسامع هرد على سؤالك بكرا إن شاء الله عبدالله جبلي مساء الخير كابتن حبيبي بحبك والله عبدالله جبلي محمد الشناوي أكرم توفيق علي جبر حجازي محمد حمدي إنني حمدي فتحي ترزيجيه محمد صلاح طاهر مصطفى فتحي 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 مش في المنتخب أساساً تحياتي يا عبدالله جبلي حبيبي يا عبدالله كريم سعد سأل خير عليك كابتن متحد معاك كريم سعد من أسيوت مركز منفلوت من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق محمد الشناوي محمد حمدي عمر جابر علي جابر أحمد حجازي ثلاثة في نص الملعب طارق حامد حمدي فتحي محمد النني مثلث يقوده محمد صلاح محمود تريزيجيه مصطفى محمد واحدة برافو عليك يا كريم يوسف صلاح رصحاربة وعايزين نسمع تعليقك الجميل على المباراة محمد واقل بس أنوار كابتن متحد أنا من رأي محمد الشناوي أكرم توفيق محمود علاء أحمد حجازي حسين السيد حمدي فتحي طارق حامد وقدامهم أحمد سيد زيزو على اليمين محمد صلاح على الشمال تريزيجيه وفي الهجوم مصطفى محمد وبس كده آخر تويتا معانا يوسف آه دا قلناه خلاص يوسف دا قلناه خلاص تمام مع الكابتن كمال عبد الواحد وحديث علمي مهم جدا عن الأحمال والتخطيط ومخطط الأحمال ودوره مع الفريق وخبراته عبر سنوات مع منتخب مصر الوطني ولكن بعد الفاصل الحياة الفقرة دي ممكن أنا أول مرة أتناولها برغم أهميتها الكبيرة جدا مخطط الأحمال البدنية وزي ما اتفقنا وانا قلت قبل كده أن هذا علم ما هواش أبدا حاجة ارتجالية على الإطلاق وإذا كان هناك مخطط للأحمال الحقيقي تقدر تطمئن أن فريقك في إيد أمينة وهيمشي دون إصابات طبعا إصابات القادرية من النجل الخريبية لكن إصابات البدنية بشكل عام وهتبقى مطمئن أن فريقك بيؤدي بشكل جيد من الدية الأولى الأخيرة وهكذا حياة هو شخصية جميلة ومن أشهر من عرفناهم في مجال تخطيط الأحمال البدنية طبعا دكتور كمال عبد الواحد مساء أنوارا دكتور كمال مساء الأنوار كابت المتحد وأشكرك جدا وأنا سعيد جدا جدا أن أنا مع حضرتك لا أنا أسعد والله لأن حضرتك الكرة دي أنت حضرتك شاربها مدرب ولاعب والله يخلي ومحلل وكل حاجة فأنا مبسوط قوي قوي أن أنا مع حضرتك أنا كمان سعيد أول مرة أن ألتقي في الستوديو بالفعل صح مش كده صحيح التقنا قبل كده في الملعب في الملعب التقنا أنت كنت لاعب وأنا مدرب بالضبط بالضبط كده بالضبط وبرضو يعني ورّتنا الويل يعني بالضبط 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 عشان الناس تبقى عارفة قبل ما ناخد تاريخك كده سريع كلاعب كورة يعني الأندية والمنتخبات اللي أنت اشتغلت فيها كمخطط أحمال بدني عشان نستعرف تمام أولا ما عليش طبعا أنا حتة مخطط أحمال دي أنا مش بستحبها أنا أفضل أفضل تعبير وأفضل مسمى معد بدني معد بدني معد بدني يعني ما له وما عليه في اللحية البدنية كلها إنما مخطط لإني أنا مخطط يبقى أنا دخلت في الناحية الفنية ودخلت في الناحية التكتيكية دي حاجة مش بتاعتي أنا ليه رولز كده وليه خط بشتغل فيه وما ليش دخل بالناحية الفنية ولا الناحية الخططية ولا التكتيك أما ما خطط أحمال أنا شايفها مش يعني المسمى معد بدني معد بدني أنا بحب دي معد بدني معد بدني ده أهم عنصر عنصر في عناصر اللياقة البدنية أو الرياضة ككل أتفق معاك مهمة جدا 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 الأندية اللي أنا اشتغلت فيها أنا اشتغلت بداية حياتي بعد ما بطلت اشتغلت في نادي الأهلي نادي الأهلي ما كانش عنده معد بدني عشان يحللوا الموضوع أنا اشتغلت تأهيل تأهيل رياضي وطبي اللي هو ما بعد الإصابة آه ما بعد الإصابة تمام ما بعد الإصابة دي الدكتور بيدهوني للعب يديني اللعب يقول لي هو خف ده بتاعك الوقت مزق شد بتاع مش عارف ايه خفه وتفضل بالضبط كويس بقى مسؤوليتي أنا بيسألني الوقت المدير الفني لما يسألني سين هينزل امتى هقول له امتى هو بيسألني أنا الدكتور ايه لما المدير الفني يسألني يا كمال هقول له هينزل بعد قدي على حسب حجم الإصابة وشدة الإصابة بحدد البعد بين نزوله الملعب ووجوده معاه اوكي بعد ما تعافى من الإصابة خلاص بقى سليم مية في المية اوكي أنا ما بشتغلش معاه من أول ما باخده من الدكتور ما بشتغلش معاه بالعصاير دب 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 خال لا انا بشتغل معاه من الأول خالص واحدة واحدة من وقت ما انتهى هو هو انتهى وهو الشغل بتاعه بدني سبعين خمسة وسبعين في المية اوكي انا عارف انا تأهيل بقى مش بقى مش رياقة بدنية مش معد اه مش معد لكن انا شايف انا اللي بعمل كل حاجة انا اللي بعمل التسخين وانا اللي بعمل بداية التمرين لغاية خمسة واربعين دقيقة وبعد كده بسلمه للمدير الفني للمدير الفني هو يشتغل انا عارف كل حاجة اخدها هو ايه انا عارف وصل لايه معايا ده بدايتك بدايت كتأهيل تأهيل ما بعد الاصابة تمام كويس كمين الكوتش وقتها في الاهلية انا كان اشتغلت مع كوتش كتير او اشتغلت مع الكابتن شطان اشتغلت مع الكابتن محمود صالح اشتغلت مع الكابتن دول كان مديرين فنيين في الاهل اه طبعا اطعان نشئين بقى اه طبعا اوكي كابتن خالد جد الله اشتغلت مع كابتن مختار مختار اشتغلت مع الكابتن احمد عبد الباقي كل دول اشتغلت معه ما اشتغلش في الفريه الاول الفريه الاول كان الكابتن سابت رحمة الله عليه لما كانوا يسفروا افريقيا في لعيبة بتقعد في النادي كنت أنا أحيانا أشتغل مع اللعيبة اللي بتسافرش كويس وبعد كده روحت منقول من النادي الأهلي لمنتخبات مصر على طول من النادي الأهلي لمنتخبات على طول قولي بقى خط كان في مباراة بين الأهلي والزمالك تحت 16 سنة الجيل بتاع متعب وقسام حسني وشريف إكرامي والنادي كلها المطش ده خلص نتيجة كبيرة للنادي الأهلي اللي بيتفرج على المطش كان مدرب المنتخب موليد 86 الكابتن إبراهيم يوسف والكابتن خالق جد الله رحمة الله عليك كانوا مع بعض صح شايف الفرقة النادي الأهلي بتتحرك كويس تجري كويس فقال من الكابتن شطا ومع كابتن فوز سكوتي كان معانا مساعد للكابتن شطا وأنا كنت معاه فقال له المدرب ده المعد ده البدني ده اسمه كمال عبد الواحد فبدأ الكابتن خالد الكابتن إبراهيم الرحمة الله عليك والكابتن خالق جد الله يقوله الاسم بتاعي في اتحاد الكورن كابتن شوء غريب انت عارف الكابتن شوء غريب طبح على طول مرة اتنين ثلاثة عارف يوصلي رح واخدني من ايدي موديني للكابتن سامير زاهر رحمة الله عليك رحمة الله عليك مدهي اليقرس اه انا مش هانس اليوم ده قبل اه قال له كابتن سامير احنا عايزين كمال معانا كانوا ماسك كواتان منتخب الأولمبيا ولا منتخب لا كان منتخب الشباب نفسك الشباب اه اوكي قال له عايزين كمال معانا كان ماسك معك دكتور محمد علي الله ارحمه منتخب الشباب فعلا صح قال له عايزين كمال معانا عبدالواحد معانا فقال لي انت بتشتغل ايه قلت له كذا 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 وفي نادي الاهلي وقال لي والنادي الاهلي قلت له انا هستأذن من الكابتن صالح وبالفعل استأذن انت من الكابتن طريق سليم وجيت منتخبات الناشئين والشباب في تحت الكورة مع الكابتن شوء غريب في البداية اه اه اول واحد حاطيني على الترك كويس بعد كده تنقلت بقى من المنتخبات منتخب الشباب اروح منتخب الناشئين اروح منتخب ترجع منتخب الشباب اروح مع كابتن شوء منتخب الولمبي من ساعتها ما سبتش كابتن شوء من يوم ما اشتغلت معاه مع الكابتن دكتور محمد علي اشتغلت منتخب اول او لم رحتش منتخب اول ما انا هقول له حضره الطبيب اه قلت بعد ما لعبنا منتخب شباب وخدنا برونزيت كاسع كاسع العالم 2001 تمام وخدنا برونزيت كاسع كاسع الامم في اسيوبيا رجعنا مساكنا منتخب الشباب تاني اللي هو كابتن حسن شحاتة اه موليد 83 اه 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 طلب من الكابتن شوء ان انا اروح معاه اه كان اسمائي يوسف كان مدير بعام تمام اه تمام وكابتن حسن مختار رحمة الله عليها اه رحمة الله عليها رحت معهم خدنا بطولة الشباب بعد كاس افريقيا وكاس العالم رحت المقاولين مع كابتن حسن شحاتة اوكي خدنا كاس مصر من النادي الاهلي كاس السوبر من النادي الزمالي والسوبر اه وصعدنا للدور الممتاز كان قسم تاني وقتها نهاية 2004 كابتن عصام عبد المنعم اختار كابتن حسن شحاتة مدرب وحضرتها كنت في اتحاد الكرة وانا كنت في اتحاد الكرة وكان هو كابتن عصام المؤقت يعني في الظبط كان لجنا كان لجنا جاب كابتن حسن شحاتة بقى ماسك المقاولين وماسك منتخب مصر صح لعبنا ماتش من السودان كسبنا ستة وبعده جات الانتخابات جاء كابتن سامير زاهر وبدأ كابتن حسن شحاتة عايز يخدي من المقاولين بقى يوديني المنتخب حصل شوية شد وجزل جدا مع كابتن سامير زاهر انت عارف طبعا كابتن شوقي رح مطلع لهم الحل جيت انا وجيت دكتور حسام الابراش ومسكنا منتخب مصر من ساعتها من 2005 لغاية 2011 وانا منتخب اول حصلت على ثلاثة وسامير جمهورية من الطبقة الاولى 2006 2008 2010 فترة مش هنساها طبعا ولا مصر كلها هتنساها اه طبعا كل الانجازات الحمد لله بعدها كابتن شوقي رحنا انا هو نادي سموحا قعدنا ثلاث سنين وبعدها رحنا الانتاج الحربي الاسماعيلي برضو اشتغلنا مع بعضا وكابتن شوقي بعدها رحنا الانتاج الحربي بعدين رجعنا منتخب اولمبي حصلنا على بطولة افريقيا المؤهلة الاولمبيات وروحت الاولمبيا طبعا طلعنا من دور التمانية قدام البرازيل بطلة دا بطلة البطولة وكان واحد سفر دا كان معنا مين في المجموعة اسبانيا والارجنتين واستراليا واحنا ايه طلعنا التاني يعني طلعنا احنا واسبانيا بالزبط اول وثاني اول وثاني اسبانيا اللي احنا تعادلنا معها اللي هي كانت بتلعب كلهم بطولة اوروبا كان فيه تمانية منهم بيلعبوا بطولة اوروبا اللي هم باخدوا بطولة اوروبا تيهم كانوا بيلعبونا بيلعبونا بيليابان ايو ايو مازبوط بس الجيل اللي معاكو كان جيل حلو برضو قوي بتاخدي اللone سفر كان جامل جدا احنا احنا هقول لحضرتك اللعبة هي بتعمل كل حاجة انت حضرتك بتخطط وبتمرم وبتعمل كل حاجة إنما اللاعب هو اللي بينفز كان فعلاً جيل مايتنسيش قبل وكلهم كانوا أساسيين في أنديتهم طبعاً بخلاف المنتخب الحالي الحقيقة يعفاري كبير طبعاً إحنا بس هقول لحضريك الحاكم إحنا يوم لما مسكنا المنتخب الأولومبي بتاعنا ده كان 2018 ما كانش حد بيلعب فريق أول أساسي غير رمضان صبحي بالزبط لو حضرتك رجعت بالتاريخ هتلاقي كل اللاعبة كانت في أنديتها ما بتلعبش أساسي والله الوجيل اللي راح الأولمبياد ده أه أول ما خدوهن إحنا خدناهم وبدأنا نشتغل معهم وماتشات ودية ونلعبنا فوق الـ 22 ماتش ودي أوروبي وأفريقي وأسيوي اللاعبة كلها بقت أساسية وهي قعدت وأساس الفرق دلوقت الأندية ما نقول لما روحتوا بقى الأولمبياد كان اللاعبة ده كل أساسية كان هم أسرين بقى لأن إحنا كنا بطولة أفريقيا دين قبل ما نلعب البطولة بتاعة مصر هنا كانوا هم لسه ما لعبوش أساسي في الدورة بتاعتهم بالزبط بالزبط أما جمعا دي نحن والماتشات الودية دي يا كابتن ميت حتى هي دين اللي أثقلت اللاعبة دين وخلتهم يقفوا على التراك صح يا طبعا دي مهمة جدا طبعا آخر حاجة ليك بكت 2018 مع المنتخب الأولمبي مع المنتخب ومن 2018 مع كابتن شاوي ما بيسيبوش حالين تا مع كابتن شاوي ها في المقاولين عارف في المقاولين ده ده هقول لحضراتك ده لقيته من شهرين كده بيكلمني في التليفون نعم انت فين احنا كنا عادينا في البيت نشينا من المنتخب الأولمبي اتحاد الكرة يعني احنا ما عندناش رتبطات تلوقتي وفي مزانية كبيرة علينا من المرتبات وبتاع فقعدنا في البيت لقيت كابتن شاوي بيكلمني في التليفون كمال انت فين اتقال في البيت قال لي تقول لك على حاجة قال لي الساعة كم معاك قلت له الساعة 11 قال لي الساعة واحدة تنزل تقابلني في نادي مقاولين مقاولين معرض لهبوط تقول له ليه قال لي احنا مساكل نادي مقاولين احنا خلاص هو يعني انت قلبه اه مواقق بفضل ربنا بفضل ربنا كابتن ميت حد اني شغلك شغلك كابتن شاوي لا وكمان اما يساعدك اما تلاقي حد يساعدك يوقف معاك بيديك ثقة جمدة جدا ايوة طبعا بس العلم اللي موجود هو ده يعني انا مش هجيب حد الا زي كنت انا عارف انه هو ده يسنيني سكة طبعا بطلوا باقولين عندها خمس مطشات عايزين طلتاشر بنت قال لي هتنزل ولا بش تنزل بتقول له جايلك ت schme وانزلنا كانت مجاسفة كبيرة طلتاشر بنت من خمس مطشات يا كابتن ماشر اه اه ابو من خمستاشر بنت من خمستاشر طلتاشر من خمستاشر عتحرك وكسبنا الراربعة وكسبتوا الراربعة وده اللي خليت ده انا كنت بقول باقولين نازل 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 الناس كلها كتب تقول مبنى عرب نازل مين معانا الخمس مطشات دول؟ مين معانا؟ جونا بينفسنا على الهبوط ايه تحاد سكندري محلة لا مصري المحلة كانت نفلت فاركو فرقة ما بتخسرش فرقة ما بتخسرش وانت لازم مطالب ان انت تكسب اه طب الخمس مطشات ان لم يكن تكسب سبع مطشات من الخمس مطشات اه بالزبط عشان تعد بالزبط انا من الوقت ده ومن هنا انا بشكر حضرتك طبعا وبشكر اه مجلس ادارة الاولين بشمعندس محسن ومشمعندس عادل واعضاء مجلس ادارة دي المتشات التي بتكلم عليها دي اه بص بص الجون ده بص حط الرجل وفين اه ما امده امده ده بيموت نفسه هو وجون اه انت حضرق بص هي ملوه بالعرض اه وهو راح يجبها الجون ازاي ده مطش فاركو ده فاركو اه مطش بص مص بص 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 اه طبعا اه طبعا مطش بعملنا بشوف الفرحة الجنونية لان انت بتدور على واي جنونية اه طبعا يعني كنا احنا كلنا الحقيقة في منتهى الحزن اللي مقول لها عرب هينزل القسم تاني مش معقول طبعا طبعا يقول لها عرب اللي هو يعني يقدم النجوم لمصر والمنتخب مصر وافريقيا وحاجة من الحاجات السوبر فعلا فعلا اه ده مطش المصري ده مطش المصري بالزبط كده ده مطش المصري اتنين سفر اه وجابوا جون فينا احمد علاء اللي هو بيلعب معنا دلوقتي اه جابوا جون فينا المطش الكهرب كهرباء ده التاني ده اه ده الهدف التاني اه ده الهدف الداني اه ده مطش ده الاتحاد ده المصر ده المصر ده الهدف الداني ده المصر بص الكرة ملعوبة ازاي أه طبعا أحمد علاء بقى بص الدنيا الكهرباء بقى وكابتن حسام حسن قاعد برا أسد مدير فان المصري طبعا الدنيا الكهرباء بس ربنا كرمنا وخلص المصري وقعدنا في الدور الموتى طيب هنخدش بقى على الشغلانة بتاع ولن انت دكتور تربير يا ضي تمام وبتحاضر للمدربين بتحاضر لهم مسألة الاعداد البدني بداية من وجهة نظرك العلمية مفترض الراحة بين الموسم والموسم تبقى قد إيه للعيبة في دورة زي بتاعنا ده والله هي بتتفوت ليه سبب انت محكوم دلوقتي يا كابتن متحد نعم ان فيه اندية ما بتقدرش تاخد الراحة المطلوبة يعني ان نفترض هقولك على حاجة وانا في البيت عمر كمال عبدالبعد ابنك مريحش لضم بطولة الدوري مع بطولة افريقيا مع نادي الاهلي نادي الزمالك نادي بيرامز مريحوش لو حضرتك لاحظت مش هتلاقيهم خدوا الراحة اه ما انا بسألك ايه الامثل امثل حاجة اه يعني اعتقد اعتقد ما تبقى ما تبقاش اقل من اسبوعين اسبوعين راحة سلبية سلبية جدا يبقى بص اه لا تفضل لا تفضل يكون في حتة بعيدة عن اي عن اي دوشة عن اي سترس على بلاج بحر حمام سباحة يخرج برا يتنزه انما مالوش علاقة بقرة القدم خالص خمستاشر يوم خمستاشر يوم طيب فترة الاعداد النموذجية لموسم زي الموسم بتاعنا اربعة وثلاثين اسبوع تمام مفترض فترة الاعداد كم اسبوع فترة اسبوع فترة الاعداد ما بتقلش عن ثمان اسابيع ام لا تقل خمس اسابيع ثمان اسابيع ثمان اسابيع ما تقلش عن ثمان اسابيع اه ده ما بيتوفرش عندنا اعتقد في كثير من المواسم لا لا بتبقى ستة لثمان اسابيع اه اللي انت هتقدر تعمل فيه كل دوان لانك انت اصلا مخلص موسم ودخلت على موسم تاني بعدها بشهر واحد اه ما يدي المشكلة بس احنا ان شاء الله يتهالي كده اليومين دول السنة دي اه السنة دي انا اقولك ان هو يقعد 15 يوم راقة ويبدأ فترة اعداد حوالي 40 يوم 45 يوم لان احنا هنخلص مفروض في نهاية يونيا تمام فيبع عندك يوليا اغسطس سبتمبر كله ممكن يبتدي في اخر سبتمبر يعني يبقى انا هيكفي معايا التمن اسم اللي انت اقولتو هقدر اشتغلهم بالزبط طيب عايز اسأل دكتور كمال عن مسألة القياسات وهل احنا بنعمل قياسات قبل بداية الموسم اه ولا المسألة خلاص خدش يا جدعى ونتمره الحكاية ورواية وهسأله كمان على مراحل الاعداد البدني وجاب لنا هو بعض الفيديوهات الجميلة نتحدث ونشاهد ولكن بعد الفيديوهات الجميلة كان السؤال لدكتور كمال ايه القياسات البدنية اللي ممكن تتعمل قبل بداية الموسم احنا عندنا رولز كده بنعمله كافل الشوقي طبعا والجهاز الفني بنعمل قياس لكل افراد اللاعبين في النادي اللي تم اختيارهم ووقع الاختيار عليهم كويس اللي قياسات دي بتروح المركز الطبي اللي في الاستاد وفيه في المركز الولمبي بنعمل قياسات قوة عضلية قوة بدنية جهاز دوري تنفس تسعة ده عمر ابن ده عمر الموقف ده هقول لحضرتك انا ما بحبش اعمل كده بس انا جبتها النهاردة مخصوص عشان زميلي واسات زيتي وتلامزتنا المعدين البدني ان هم احيانا احيانا بيشتغلوا برايفت نعم قصة منتهية دي ما ينفعش برايفت دي خالص وهو اللاعب يكون بينتمي لفريق يعني انا مثلا الموقف اللي زي ده عشان اعمل لنا كده عمر كان عنده 3 ايام راحة من النادي اه وبعدين قال لي كيمون عايزة اتمرن انا عملت اتصال بالكليفون كابتن واقل مدرب فيوتشر مدرب الفيتنس مع كابتن علي ماهر وقلت له انت وصلت مع عمر لايه بالنسبة للبدني البدني اه ادي له ايه النهاردة انت بتسأله اه طبعا لازم اسأله انت مبارح اديته ايه طيب اه ادي له ايه ادي له قوة ادي له تحمل ادي له ايه عشان هو عامل برنامج ايه وائل اه مع كابتن علي ماهر عامل برنامج طبيعا اشتغل بيه طيب مع عمر اهو عشان ابني ان انا بهدله اه وتخطى مدربه لا طبعا اديه لك بقى طبعا اه داته كله قال لي عمر اه بصراحة ربنا الهالي كده قال لي يا كابتن كمال معقولة انا اقول له حضرتك تدي له ايه طول له لا يا ابني ماينفعش طوله انت راجل شغال مع عمر وشغال مع الفرقة فيوتشر وعارف انت وصلت الناحية البدنية بتاعتك لايه بعدين يجي لي ابني في البيت عشان ابوه مدرب لياقة بدنية ولا معد بدني يقول لي انزل مراني انزل انا بقى اتفرعا واتفلسفة على عمر ورح معوره اه بالزبط مش هعوره هديله احمال اضافية زيادة ومدربه مش متعود ان هو يديله النهاردة الحمل ده نعم هو برنامج بتاعه عارف ان النهاردة هيريح وبكرة هيديله حمل متوسط وبعد بكرة هيديله حمل عالي وبعد كده هيديله اقصى هو راسم لنفسه كابتن واقل انا ماينفعش ان انا اتدخل في شغل فسألته اه فدلك طيب انت ضد مسألة ان اللاعب اللي بتدرب في نادي يبقى معاه مدرب خاص ما عندناش دي خالص شوق غريب ضد ده ضد ده بشكل عام طبعا اه طبعا دي كارثة دي كارثة اللي بيت بص يا كابتن بدل انت بتنتمي لفريق اه وبتلعب في الدوري ومعاك مدير فني وجهاز فني يبقى انت تلتزم الشغل بتاحهم بتاع الجهاز الفني لان اللي بره ما هوش عارف انت اخدت ايه في النادي برافع عليك من ناحي البدنية فممكن يعوك الدنيا يعوك الدنيا يعوك الدنيا يعواره طيب السن العمر تمام لما اللاعب سنه بيكبر هل بياخد نفس الجرعة بتاعت الاعداد البدني زي اللاعب اللي مثلا عنده 22-23 سنة سنة بيكبر رغاية سنة كامل يعني لو اللاعب عندك 35 سنة 34 سنة 33 سنة ياخد نفس الحمل ياخد نفس الحمل نفس الحمل نفس الحمل ها هقول لحضرتك على حاجة فاض العمر ده ما هو الا رقم صدقني طبعا لو اللاعب فلسفة بتاعته انه يتعامل مع حياته معاملة صحيحة تغذية كويسة نوم كويس راحة ريكوفر كويس تمرين كويس والله لو وصل 40 سنة يلعب ويتمرن وياخد نفس الجرعة بتاعت انت بتقولي ان انت ماشي الله واحد وستين سنة وبتجري كلهم تسعة كيلو ماشي الله الله اهو اكبر اه بجري واشكاة يباين عليك اللي هو وجد نمسك الخشب يعني انا دلوقتي مواظب على طول طيب دلوقتي اه مواظب على طول اه وبنام بدري اه وبتغذى غزى صحي كويس اه وانا العمر ده تاريخ ما هو الا تاريخ بالزبط بالزبط وياخد ياخد ال 34 و 35 و 2 ياخد بس اقول لي حكا اه انا ككمال مثلا اما بشتغل مع الفرقة وعندي بتتفاوت الاعمار وفي واحد زي حضارك بتقول 34 و 35 مثلا وبعمل وحدة تدريبية حمل اقصى اه و24 سنة بيعملها وال22 سنة وال19 وال30 وال31 وزمن قصير صغير بيعملها مثلا واجي الاقي ابو 34 سنة ده بيعملها بس مخست ع سنة ايو اعمل نفسي مش شايفه اه اوكي ليه اه لان هو لو قادر كان اعملها بس انا بعملها له بعوضه حاجة تانية اه بعد التمرين كده اروح عامل حاجة معاه احسسه انه هو مبسوط لاني انا ما قلتلوش اه انت ما بتعملش كويس اه او انت مأثر عشان ما تحبطوش كمان طبعا وانا بقوله برافو عليك برافو عليك هايل واشد من ازره وخليه كمل انا بقى لو شايف بعد كده بتكلم مع المدير الفاني كابتن شوقي اه او كابتن ما اعتمد على فكرة احنا جهاز بتاعنا كابتن شوقي غريب اه طبعا كابتن ما اعتمد جمال حاجة جميلة او كابتن جده كابتن طلعت محرم كابتن طرق سليمان اه دكتور ايمان زين اه طبعا طب بروب الفريق ده لعيب كورة ها كان حاجة جميلة اه بالزبط اه فابدأ اتكلم اقوله فلان ده اه اين رأيك يقول لي لا سيبه اه سيبه يعني ما تدس عليه اه ما تدس عليه اه طب وصاد قال لي اه خده شوية اه بعد وهكذا وهكذا طيب الصهر بيأثر على لعيبها جدا قاتل قاتل الصهر صم قاتل والله يعني المفروض ينام الساعة كامل لعب اقصى حاجة لللاعب ان هو ينام الساعة 11 11 بالليل ويصحى لا يصحى ممكن ويصحى الساعة 8 الصبح 9 الصبح اه نم براحتو يعني اما اما اللي بينام الساعة 5 وينام 9 ساعات يقول لك انا نمت 9 ساعات اخطر حاجة بس نم 5 الصبح تقول يعني اه اللي ينام 5 الصبح ويصحى الساعة 2 3 اه اصدك 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 معنديناش الكلام ده معندي ناش الكلام لا 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 هتتمرن هتلعب مش هتتمرن مش هتلعب لو انت هريرة كده لان انا لازم اديه لك جرعة التمرين يا كابتن متحد امه هو هينفذ ازاي في الملعب هينفذ ازاي اللي بيقولك انا مش بتعمل تمرين انا بتعمل شاط طب انت مش جاهز بدني هتنفذك ازاي بيقولك اقفت 18 الوقت لك كرة يمين كرة اسمال هي فيك كرة دلوقتي فيها اقفت 18 كلامنا كان زمان كان زمان يوقف في اللعيب ويتغيرس في الحتة دي تجيله يخلص ده زمان ايام تضزوي بقى وعب وبعدين بشوية ورد اه مثلا وكابت اه مهم لك اللوقتي ما فيش كلامنا لا 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 اللي هيعمل الوحدة التدريب كاملة من اولها الاخيرها هو ده اللي ليه وجود اللي مش هيعملها شكرا مش بتاعنا جميل انا طبعا كان نفسي اطول معاك اكتر من كده بكتير انا استفدت جدا من كلامك اكيد ويعني احنا بنرسي عند كل الاندية ان الموعد البدني ده انصر مهم جدا 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 في الجهاز الفني لأي فريق طبعا اي فريق اكيد ان هو اللي بيحط اللاعب على التراك البدني الصحيح تمام بين غيره هتلاقي الدنيا يعني يوم كرامب يوم عضلة يوم مزء يوم بتاع لكن هو الموعد اللي بيقدر يصبط كل الكلام طبعا اكيد دكتور كمال شرفت ونقبرت انا مبسوط بحضرتك الله يخليه وبالمجموعة العمل بتقول حضرتك لا يخليه اشكرهم جدا 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 واتمنى اكون ادرت اكلم اكيد في حاجة مفيدة جدا الناس تقدر تستفاد وباوعد حضرتك ان انت في اي وقت تطلبني انا تحت امرك لينا الشرف وشرف لي انا كابتن متحمد الله يخليه بجد يا جنرال والله شكر جدا انا لم تشكر شكرا جزيلا شكرا لقاء اخير ولكن بعد الفاصل بمناسبة طبعا كأس العالم الحديث اليوم عن اشهر اخطاء الحكام في كأس العالم طبعا محدثنا هو خبرنا التحكيم الكبير الكابتن مصطفى إسماعيل بس انوار يا مكبات بس انوار يا مكبات اهل وسائل اهل وسائل فاضل يا كابتن اشكرا الكابتن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنعارفين ان كأس العالم ان شاء الله هتكون في قطر بإذن الله ابتداء من يوم 21 الاثنين الجاي ان شاء الله الحد ان شاء الله اللي افتتاع قطر قطر وقطر بإذن الله ودي اخر كأس العالم هيشارك فيها 32 منتخب اعتبار من عشرين ستة وعشرين ان شاء الله هيشارك 48 منتخب زبط ودي هيتنظم فيه ثلاث دول كندا وامريكا والمكسيك صحيح طبعا كأس العالم على مدار السنوات النسخ الواحد وعشرين اللي فاته لا يخلو من اخطاء للحكام فهنصار مع حضراتكم دلوقتي بعض الاخطاء الشهيرة اللي هي طبعا وقع فيها الحكام وبعضها لمباريات نهائي كأس عالم بالزبط وهنشوفها مع حضراتكم فهد دلك طبعا مش داريان المفوض طبعا كان المسعدين طبعا والحاكم الرابع يسجلهم على الاحداث زيات ويلفت ونظروا ما حصلتش عندنا هنا في الدور يا ابت بتحصلها كب بس يمكن مش في الدور المفتاز انه ممكن في القسم التاني قسم التاني وحصلت فعلا ومع احد حكامنا دوليين وبرضو اتعادت المباراة واتعادت المباراة ونال على رغبة الطرف الاخر ايوة كابتل هو طبعا استفاد من فيه ثلاث انظرات ده خطأ في تطبيق القانون طبعا كابتل ده خطأ يعني يستوجد اعادة المباراة على طبي بزبط ورغم ذلك طبعا الاتحاد الدولي بيحاول جاهدا انه هو برضو يحاول يتغلب على اخطاء الحكام دي بادخال التقنيات الحديثة بالزبط يعني في كاس العالم 2018 ده ادخال الفار تقنية الفار وفي كاس العالم 2022 في قطر ان شاء الله هيستخدم الحكم المساعد الالي عشان برضو يزوط التسلل وفي اقل وقت ممكن يقدر يحدد ذا كان كرة تسلل او لا ويبلغ الحكم الفار وحكم الفار بدوره يبلغ الحكم الساحة كل ده مش هيستغرق اكتر من ثانية سنتيه صحيح لا هو الفار يعني اقر العدالة بنسبة كبيرة جدا جدا يعني شاهدونه الكرة اللي دخلت المرمى دي بنص سياردة واضحة جدا واضحة جدا وكان ممكن المرش ده تكون نهائي كاس علم نهائي بزبط ويطير كاس علم بخطأ فادح زادة طيب صحيح صحيح عندنا طبعا الخميس حلقة خاصة بالحصاد هنتحدث اكيد عن مباراة مصر بن جيكا باذن الله عندنا ضيفين من الاعيار الثقيل ان شاء الله بكرة بمشيات الرحمن ونختتم معهما مسابقتنا التقافية الساحية الفنية اللي حضراتكم بتنتظروها دوما اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة